السلام عليكم و اهلا بكم و حلقة جديدة بعد اجازة قصيرة من الاهلي خط احمر اهلا بك فارس و اهلا بكل مشاهدي القناة الناد لقاك اهلا بك وسامة و بزمتك الناس وحشتك اكيد الناس وحشتنا جدا و خاصة ان الحلقة دي دي الحلقة الاولى في السنة الخمسة من برنامجكم الاهلي خط احمر يعني كان اول حلقة 9-8-2019 و مستمرين معاكم و ان شاء الله نستمر معاكم نكون دايما و ابدا عند حسن ظن حضراتكم زي ما وعدناكم في اول حلقة فارس و قلنا ان الاهلي خط احمر زي الاهلي فوق الجميع الاهلي خط احمر امام جميع ابنائه الحمد لله اعتقد يعني نفذنا اللي وعدنا به اكيد يا اسامة يعني اربع سنين الواحد لما بيفتكرهم بيفتكر معاكو ذكريات كتير جدا يمكن يعني طول الوقت انا بقول ان البرنامج ده مش بيتعامل مع متلقي و مقدمين برنامج على قدر ما هو بيتعامل ان انت جزء من المحتوى وجزء من الحدث و دايما بقول احنا صوت الجمهور في الامور اللي هي تستدعي فعلا ان انت تكون صوت الجمهور لان دايما عندنا رسالة ان فعلا الاهلي فوق الجميع بما فيه جمهور وبما فيه كل المنظومة ولكن احنا لنا تجربة مختلفة اسامة احنا بدايتنا لقد دعم كبير جدا من الجمهور واكيد من كل القائمين على النادي الاهلي و قناة النادي الاهلي انه كانت تجربة مختلفة كانت تجربة يعني عكس القواعد النمطية الموجودة وقتها فكرة ان انت يكون عندك ادارة و يكون عندك قناة و يكون عندك ناس تصق منظومة بالكامل منظومة طبعا تصق ان فيه شباب يخرجوا و ياخدوا الفرصة هنا في قناة النادي الاهلي و تصنع كودرك داخل قناة النادي الاهلي في الوقت اللي انت شفت الاعلام فيه كان اوضاع مختلفة و هجوم عن النادي الاهلي و معايير الاعلام كانت اختلفت اعتقد حتى و سيما شفنا تجارب حاول التحاكي نفس التجربة في قناة فئوية بنفس الفورمات بنفس الستايل ولكن فشلت سريع لم تنجح لان في النادي الاهلي الوضع مختلف فطبعا بنشكر كل القائمين على قناة النادي الاهلي سواء الادارة اللي كنا معاها او ما بدأنا او الادارة الحالية اللي بتقدم كل الدعم الحقيقة وبنشكر طبعا مجلس ادارة النادي الاهلي اللي وضع ثقته في البرنامج و عناصر البرنامج مش بس مقدميني البرنامج معنا فريق اعداد من اقوى فرق الاعداد الموجودة في البرامج الرياضية سواء شدي صبري رضا غانم احمد غمري حسام جمال والبداية حتى كانت مع احمد كيشو في اول عشرين حلقة ما بننساش طبعا حد وكل حد ساهم في نجاح البرنامج طبعا لازم يتم ذكر اسمه ولكن مستمرين معاكم و مش هنقف عند كده لان النادي الاهلي عودنا على ده ان انت لازم دايما تحاول تطلع اقصى ما عندك و ان انت ما تبصش لنجاحك نجاحك ده خلاص بقى ارث تعتمد عليه بعد كده ولكن احنا دايما و ابدا صوت للنادي الاهلي صوت نتمنى يكون صوت قوي ان شاء الله للنادي الاهلي النادي الاهلي اللي حقق كل شيء هذا العام موسم استثنائي الحقيقة و عشان كده بما انه موسم استثنائي طبعا شغل دارة شغل جهاز فني شغل لعبين شغل جماهير لا نفصل احد عن احد ولكن دور مرسل كولر الصفقة الاهم اللي عقدها مجلس دارة الاهلي قبل بداية الموسم يستحق الثناء و يستحق ان جماهير النادي الاهلي توجه لي رسالة بعد ختام هذا الموسم بالعلامة الكاملة باستثناء بطولة كأس العالم للاندية اللي ما قدرناش نحقق فيها مدالية ولكن في النهاية حققت كل بطلات المحلية و القرية و عندنا امل ان شاء الله في الموسم القادم مزيد من البطلات و النجاحات عشان كده سؤال برنامج الاهلي خط احمر على هاشتاج الاهلي خط احمر هو وجه رسالتك لمرسل كولر بعد نهاية هذا الموسم اعتقد فارس مرسل كولر تجربة تستحق الاشادة من قبل جماهير النادي الاهلي وتحسب لمجلس ادارة النادي الاهلي اكيد يا عسامة يعني باتفق معاك ويمكن في فلسفة كمان شرح ليه السؤال ده يمكن مجلس ادارة النادي الاهلي و النادي الاهلي عموما اعتاد النجاحات على مدار السنوات مع مجالس ادارة متعقبة ويمكن كابتن محمود الخطيب ليه تجربته في مختلف المجالس و دايما بنقول ان هو اكثر من حصد بطولات فيه خلال تدرجه في الناصب المختلفة على مر تاريخ النادي الاهلي و مجلس الادارة بالكامل اكيد جهده كان واضح ولكن هم هقعوا نجاحات قبل كولر مع موسماني هقعوا نجاحات مع فيلر و حتى من تواجد منهم في مجال السابقة اعتاد فكرة التتوجات يمكن كولر تجربة مختلفة يا جماعة عشان كده الرسالة لكولر لانه هو ده الموسم الاعظم في تاريخه على مستوى التتوجات هو محتاج في الفترة دي اكيد يوصله جمهور النادي الاهلي حابب يقوله ايه لان حتى نجاح كولر هو جزء من نجاح جزء لان نجاح ادارة النادي الاهلي مختلف هو في المدرب و في لعبين و في اطر كثيرة الاجواء اللي انت بتوفرها للمنظوم ولكن كولر يستحق النهاردة ان جمهور النادي الاهلي يوجه له رسالة و يقوله بقى من قلبه بعد موسم عظيم هو الانجاح لأي مدير فني في تاريخ النادي الاهلي كبداية موسم او كاول موسم في تاريخه واعتقد محتاج اسألك انت حابب تقول لي كلر ايه حابب اقول لي كلر شكرا اولا حابب كمان قصني على كلر ان انت قادرت تفهم سيكولوجية جمهور النادي الاهلي و ده شيء مش بسهولة من اول موسم ان انت تكون فاهم سيكولوجية جمهور النادي الاهلي قادر تتحمل ضغوط جمهور النادي الاهلي وعبرت عن ده في اكتر مناسبة و قلت أنا خلاص بحق البطولة بلاقي تاني يوم الجمهير بالطالب من البطولة وأنا كمان عندي جوع أن أنا أشبع من هذه البطولات أو مش بشبع من هذه البطولات ففكرة أن يجي لك مدير فني عنده السمات الشخصية دي ويمكن احنا فرس أشدنا بسماته الشخصية تحديدا من أول ظهور لي في التكش وحتى تكلمنا عن حالة الدعابة اللي عملها وقلنا ومقالات عنه الحقيقة ونجاحاته مع منتخب النمسى ونجاحاته في كل تجربة أخضها وعشان كده أنا شاف أن لقينا المدير الفني الذي يليق بالنادي الأهل لأن الحقيقة بعض الناس بتجهل دايما دور الأشخاص والأفراد المتميزين وانت عارف هنا سياسيتنا دايما أن النادي الأهلي بيوفر المناخ الجاية جدا ولكن بينجح المتميزون فالأساس في القصة هو أن الشخص المتميز كلر من الشخصيات المتميزة كلر من الشخصيات والمدرين الفنيين اللي ان شاء الله بإذن الله بعد تجديد عقده أو تمديد عقده هنقف عنده كتير جدا كتجربة ملهمة إن شاء الله بإذن الله يستمر النجاح للموسم القادم منتظرين منك الكثير أنت قلت في دعابة كده ينقصني بطولة كأس العالم للأندية هي آخر فرصة الموسم القادم بسبع أندية نستطيع أن ننحق فيها نجاحات وإن شاء الله قادرين على تحقيق هذه النجاحات سويا سويا دي مجلس إدارة النادي الأهلي إعلام النادي الأهلي الجهاز الفني اللاعبين وطبعا الجماهير وعضاء الجمعية العماء التي لا تنفصل بالتأكيد عن جماهير النادي الأهلي فرسلت الكولر مرة واثنين وثلاثة شكرا مستر كولر اديتك سؤال اديني سؤال أنت رسلتك إيه لا ما أنا مستني خلاص أنت بقى هتقول لها رسلتي طيب بص أنا بفتكر والله بجد لما كل ما شوف كولر كده أفتكر أيمن الكاشف وهو بيقول كن فين هواك يا حبيبي من بدري كن فين والله فعلا أنا بحس أن كولر عارف أنت لما تشوف حد تقول له كنت فين يا راجل من بدري كولر يا جماعة النادي الأهلي ليه كده تفاصيل داخلية هي اللي تنجح وتفشل من الآخر تاريخ كده نزعوا من إحنا قرينا تاريخ النادي الأهلي كويس فالنادي الأهلي ليه تركات كده لو أنت عرفتها واندمجت معاها هتعرف تحقق نتائج مزهلة يعني أنا دايما بقول فيلر مدرب كويس جدا ومن الناس اللي فيلر أثبت في التجربة أنه هو مدرب كويس بغض النظر عن يعني حتى لو كان لك بعض التحفظات ولكن في النهاية فيه تركات تخص النادي الأهلي على المدى البعيد يعني لما تشوف حوارات فيلر وهو بيتكلم عن طبيعة الجمهور والضغوط وفكرة الحياة الشخصية قارن بقى بجزيه اللي هو بيزرع دايما فكرة لا أنا بلعب الكرة عشان الفقراء أنا بلعب عشان الناس تتبسط عشان الناس اللي محتاجة في يومها يكون فيه شيء يخفف عنها مع ضغوط الحياة وضغوط المعيشة دايما فكرة الحاجات اللي تحسسك أن أنت راجل طبيعتك قريبة قوي من الناس ويمكن نزعت جزيه الاشتراكية نتيجة والده وبعض الأمور يعني في تنشيقته حتى السياسية خلته قريب من فكرة اللي هي الناس البسيطة الكادحة أنا بشوف أن كولر جات حط على التراك وبعدين عشان تنجح في النادي الأهلي مش محتاج تيجي أجنبي ببرنيتا اللي هو إيه سهل لي أموري وقل لي أنا أشتغل لا دا مش بتاع النادي الأهلي النادي الأهلي انت لازم تكون راجل زكي ملم بكل التفاصيل كولر بيتكلم في ملعب بيتكلم في حضور جمهور بيتكلم في أدوات تدريب بيتكلم في تحكيم بيتكلم في كل حاجة فكولر جاي دي الشخصان اللي تنجح في النادي الأهلي إنما الشخص اللي هو منتظر إنه هو يجي يلاقي احنا النادي الأهلي منظومة عظيمة جدا بس انت في أوضاع تخص الرياضة المصرية والأفريقية حقيقي انت مش جاي تشتغل في وضع أو في منظومة هي مثالية فانتظارك إن انت تاخد معطيات مثالية عشان تطلع نتائج مثالية مستحيل هتنجح في الأول ممكن إنما على المدى الطويل مش هتقدر تكمل عشان كده جزيه قدر يوصل لعدد سنوات لإنه من الآخر فهم اللي داخل النادي الأهلي والرياضة المصرية والصحافة والإعلام والجمهور وبقى مالك أدواته وبدأ يحرك ده فأنا بشوف إن كولر عنده الحتة دي كولر برضو شخص هو ذاكي بعيدا عن كرة القدر ده حقيقي ويمكن حتى تكلمنا عنه في البداية وقلنا إن الراجل ده قد إيه لما بيرتح في مكان بيكمل في المكان يمكن حتى التصرحات والأخيرة هي كانت برضو بتحمل نفس الرسالة إن أنا لو حسيت إن أنا مرتاح في مكان بيبقى عندي الشغف للمكان ده إن أنا أجلس فترة طويلة فيه نتمنى ده يحصل ونتمنى إن شاء الله التوفيق للنادي الآلي ولكن ببعنا بنتكلم عن تاريخ النادي الآلي وسيكل جيد جماهير النادي الآلي حابين برضو يعني نوجه رسالة للوحدة الوثائقية في قناة النادي الآلي عن العمل الرائع بالأمس يعني الحلم عن 11 بطولة و11 لقلقة فارس في تتويج النادي الآلي وطبعا إحنا حضرنا منهم كبرنامج 3 بطولات التسعة طبعا الأغلى مزالت والعشرة والحديات عشر يا سيدي ده فيه أساطير في أندية ما عندهمش بطولة واحدة دورة يا بطال أفريقيا وإحنا سايبين إيدينا خط أحمر طلب بطولات طبعا يعني جهده مشكور ويمكن أسامة أنت طبعا لك كتابك وأكيد كان لها إسهام برضو في كتاب عن النادي الآلي يمكن بالصدفة مرة كنا بنتكلم في فكرة كتاب مشترك بس ما تقولهاش بقى لا اتفقنا في فكرة الحلم البطولات ده حقيقي إن هي البطولات اللي اتعاملت وكان وقتها مش حداشر يعني كان وقتها عشر أو تسع أعتقد فكنا بنتكلم في الفكرة دي فإن أنت تشوفها طبعا بتتجسد في قناة النادي الآهلي بهذا التناول وهذا الصراء اللي شفناه من كذا زاوية أعتقد كان شيء مهم جدا ولازم الناس يا جماعة تفهم إن أي تجربة بشرية أي أن كان طبيعي يكون فيها بعض القصور طبيعي يكون فيها بعض الأشياء ولكن المنتج النهائي لازم تقف عنده لأن أكيد ما فيش حاجة كاملة ولكن الناس اشتغلت وحاولت تقدم منتج توصق فيه لأحداث كتيرة جدا في تاريخ النادي الآهلي وأكيد مشكورين عليه وأكيد الناس بتنتظر من قناة النادي الآهلي كتير دايما بالتأكيد فارس طبعا يعني نتمنى إن شاء الله يعني الحلم ده يفضل مستمر وبطولة 12 و13 و14 إحنا لا نشبع أيضا من البطولات القرية خلونا نروح لمشاركات حضراتكم اللي بدأت بدري على هاشتاج الآله خطهمر ورسالتك لمارسيل كولر لو هي جاهزة معنا ممكن نعرض على طول معنا سامي حماد بيقول أولا بنوجه جزيل الشكر على حصوله على جميع البطولات التي لعبها الموسم الماضي الماضي ثانيا بشكره على فهمه لطبيعة النادي الآهلي وجمهوره أنت كده يعني قريت المشهد يا هارامي يا سامي وجمهوره الذي لا يكل ولا يملي من حصوله على البطولات ثالثا بنقوله أنت دخلت قلب كل أهلاوي لأنك تملك فكر وتكتيج تدريبي مبدع ومتطور وبتقدر تستخدم أدواتك وتطور منها أنا كنت بقولي الكلام ده بعد الإنترو ولا قبل لقيته من أربع ساعات ففعلا رؤية جيدة جيدة اللي بعده أبو عاصم بيقول سلام عليكم له كل الشكر أتمنى له التوفيق في الموسم الجديد أرجو أن يعطي فرصة أكبر لشبير لكي تطمئن على حراسة الفريق أكثر وتزيد عنده الخبرات وكذلك حمزة علاء التركيز على الفرص الضائعة الكبيرة والتي إذا حققت أهداف تسهل علينا كثير من المباريات الاهتمام بالنواحي الخططية يعني أحسس أنك شايف السلبيات بزيادة شوية لا وكمان عايز أقول أن الموسم ده تحديدا أنت من أفضل فريق هجومي قدرت أستغل العدد فرص مهمة جدا بعدين الاهتمام بالنواحي الخططية راجل يا سيدي واخد كل شيء لكن ده الطبيعي محمد ناجي بيقول كل التحية والتقدير والاحترام لمستر كولر أولا السبر الأفريقي ثانيا ده عايز بقى ده بيطالب يعني اسمع بقى كولر عشان اللي انت بتقوله بيتحقق ثانيا كاس العالم الأندية وهي آخر فرصة لنا بالنظام القديم الدوري السوبر الأفريقي الدوري المصري كاس مصري السوبر المصري يعني ننتظر منك الكثير الله الموفق ما فيش بطولة انت نسكها شايف دي بديك ماروان ميكي بيقول مساء الفل عليكم مستر كولر مدرب كبير جدا فاس بالعديد من البطولات في وقت قلال جدا وهذا يدل على عظمة هذا المدرب العملاق ورسالتي ليه انت مدرب أعظم نادي في إفريقيا بوع بوع إفريقيا جماهير طماعة بطولات ما بتشبعش فيجب عليك الشغل بجد من أجل حصد كل البطولات بلا استثناء وأتمنى التوفيق لكولر يعني اختبار صعب جدا وده طبيعة العمل في نادي الآلي أي من رمضان بيقول يا ريت تتمسك بالآلي ويتمدد عقدك عامين تاني جماهير الآلي بتشوف انك هتعمل تاريخ أجمد من جزء وهديكوتي ومسيمان عندنا مو لوزة ربنا معاك في اللي جاي مع الفريق لأنك عليت سقفة محنى من الموسم الأول بحصد البطولات كلها اللي شاركت فيها نتمنى استمرارك في حصد جميع البطولات بما فيهم كاس العالم للأندي أحمد الرشيدي بيقول شكرا على عام استثنائي مضى نعرف حجم التحديات والصعبات التي ستواجهها العام الجديد نتمنى لك التوفيق فيما هو قادم أولا ونرجو الاحتفاظ بمحمد شريف كمهاجم للفريق نرجو المدورة بشكل مستمر وصحيح كما حدث في العام الفارط يعني شوات كلمات تعف عندها كده فأمامنا موسم شاك مصطفى محمد بيقول كولر أثبت أنه مدرب كبير يليك بالأهل ولكن ننتظر منه كثير يعني اللي كنفعونك أكولر في جد عايزين نستمتع بالأهل من الآخر عايزينه يلتحم الأخضر واليابس داخل الدور المصري وإفريقيا يعني محمد بيقول أحب أوجه ليه الشكر على موسم تاريخي وأحب أقول أنه في الآهل أنه في الآهل تستطيع تحقيق المستحيل كأس العالم لأنديها ليس بعيدا عنه يمكنه تحقيقه إن آمن بذلك فلم يتأهيل كن بتأهيل الفريق نفسيا وبدنيا ولا تخشى مواجهة الكبار نحن الكبار والجميع يخشى مواجهتنا أكمل ما بدأته واصل كتابة التاريخ مروا بتقول أحب أشكره على الموسم التاريخي اللي عمله والخمس بطولات اللي حققها وفي انتظار المزيد من البطولات ورفع الكؤوس أتمنى تكون بداية موسم قوي وتهنينة ليك ولللاعبين يعني لو وصلوا القصة دي هيقول أنا آه على قد الضغط يا جماعة بس أنتو بتطلبون بطلنا الشغلانة بطلنا الشغلانة يعني أنا عايز أقول حاجة ودي يعني كان أحمد يتكلم فيها فكرة أن يا جماعة ما ننساش لكولر اللحظات دي لأن يا أسامة أنا كمان هروح لحاجات إحنا مرنا بيها إحنا جاء فترة ومسيماني كان محاق نجاحات كبيرة جدا كنا بنتكلم هنا عليه في القناة كنا بنلاقي تعلاقات فيها نقض كبير جدا ليه نحن ده حقيقة باتهام أنتو بتجملوا المدير الفني فحاجات هو الراجل كان بيحقق يا جماعة أرقام وكولر أنا تمام وما زلنا بعد رحيل المدير الفني وبقى بيتسو مسيماني علاقتهم بعيدة عن نادل آلي بنقول أن بيتسو مسيماني حقق أرقام ومعادلة في تدريب وحتى السلبات كنا بنقولها ولكن فكرة يا جماعة النتائج ما ينفعش تخليك أنا عندي قواعد رأسية معايا مدرب كبير معايا مدرب كبير هو يورجين كلاب مش مدرب كبير مدرب كبير هو جواريديولا وإحكام مرة في دوري الأبطال لحق الدمحاء قدام الإنتر آخر مرة ففكرة أنك أنت عايز المدرب اللي مش هيقع خالص لأ دي مستحيلة فأتمنى وإحنا بنقولها هنا لأن دي السلة دي مهمة هي لازم نأكد عليها لأنها حصلت بوقائع يعني التعادل مع فيوتشر سفر سفر الحقيقة أنت كنت الدوري كلينيكيان محسوم تماما الراجل عامل روتيشن بشكل مهم جدا بشكل جاية جدا لعبتك وقف على رجلها حجم الإصابات قل بشكل كبير جدا القصة بقت في المتناول تماما فأنا وقفت عند انتقاد المدير الفني والفريق عند التعادل مع مباراة فيوتشر سفر سفر أه ممكن تلعب مباراة سيئة بالمناسبة وتكلم داخل التسعين دقيقة بالزبط ممكن أصلا يا فارس اللعيبة تكون في بعض الأوقات مش هقول مستهترة ولكن عارف أنت بتوصل لحلق خلاص أنا عايز الموسم ينتهي وخاف عارضي عايز الموسم ينتهي صحيح فخلاص يعني ففي بعض الأوقات يا جماعة يعني في مباراة كده لازم نعديها ونشوف الموسم كله بشكل كامل هتلاقي الموسم كله بشكل كامل أنت حققت الترجل تماما وبالمناسبة الموسم ده كان ممكن فعلا يكون موسم تاريخي لو كنت وصلت لنقطة تسعين ولكن قدر الله ما شاء الله فعل قدرت تطلع بموسم جديد قولي بتتحكى لأيه عديها 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 فسيحنا هنا مش يتوقع عديها طبعا يعني أعتقد أن كان الكلام واضحة يسامة وكانت رسالتنا لكولر قوية وأتمنى أتمنى من كولر أنه هو يفضل يفضل على قدر طموح جمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته لأن في النادي الأهلي هو تقريبا النادي الوحيد في إفريقيا اللي عندك معادلتين ما لهمش تالت إما أنك تنجح أو أن أنت تنجح نشوفكم بعض الفاصل وكلام مهم جدا أو أتروحوا في أي حال أهلا بحراتكم من جديد ولسه مستمرين معاكم والأهلي خط أحمر وكالعادة تعرفين الأهلي خط أحمر فمش بنعد حاجة حتى لو خدنا أجازة بالتأكيد آخر مباراة لعبها النادي الأهلي في الموسم كانت مباراة الأهلي والمصري آه الأهلي والمصري كانت آخر مباراة في الدوري ولكن صدفت أيضا أن يكون الأهلي والمصري في آخر مباراة في الموسم ككل في مسابقة كاس مصر دور التمانية عشان تصل للدور نصف النهائي لملاقات أمبي لتواجه بعد كده إن شاء الله بعد تخطي أمبي الفائز من الزمالك وبرامجز لكن في بعض الناس دايما بتوقف عند انتصارات النادي الأهلي وبتبدأ تحييك المؤامرات وإن إزاي النادي الأهلي ما بيخسرش المادة الخام لهؤلاء الناس هو كابتن رضا عبد العال فتعالوا نسمع كابتن رضا عبد العال قال إيه عشان عندنا رض بالتأكيد مهم جدا رض منطقي على كلام لا منطقي إيه لقعن النادي الأهلي ما يخسر واخد دوري واخد كاس واخد أفريقيا واخد سوبر واخد إيه تاني إيه تاني واخد إيه أفريقيا ما إحنا قلنا أفريقيا وسوبر وصوبر قلنا إيه تاني مش واخد سوبر من الزمالك وصوبر من البيرامجز سوبر من مصر واخد دلق واخد كاس مصر واخد الدوري واخد افريقيا هو النادي الالي ما اخسرش فين العدل فين العدل انت النادي الالي لو كاسبان قبل ديئة تسعين هيدي تلت دقايق النادي الالي عشان كم تعادل ما هنفكر ان الالي لا يكسب ادى عشر دقايق تبدي درب الجزاء باللعلك هتنامش زي النهاردة وضميرك مرتاح اولا انت ما شفتهاش ايو بس كان فيه شد ايو انت شفتها امتى اه بعد مش في ساعتها لا مش في ساعتها واخد بلا طب بلاش مش فيه شد مراحش الليل للفار الفار ليه لان ما كانش فيه فار اقول لي بقى طب بلاش دي الجوني اللي جه ما اتعدش ليه اللي النادي المصري جابه بالدماغ اللي مروان حمدي جابه حتى لو في واحد افصايت قدام ما اشتردش في الكورة اللي طلع وفي واحد قدام وواحد وراه كان مران حمدي وحطاه ما تعدتش ليه وعشان بس اللي قاعد على الفار ده ابن الكابتن شناوي اسمعه عمر واخد بالك فطبعا من الكابتن شناوي طلع وقال لك لا طلع قال لك لا افصايت عشان طلعش ابنه وغلطان كابتن رضا عبدالعال المادة الخام لكل ما هو غير منطقي على الاطلاق المادة الخام للتشكيك في نوايا البشر المادة الخام لكل ما هو ضد النادي الاهلي بيتكلم عن مباراة وبيقول لك ان الحكم ادى وقت بدل ضايع كتير لان الاهلي والمصري متعدلين وبالتالي الاهلي اقرب للفوز يعني انت اصلا في الجملة دي بتعترف بقوة النادي الاهلي وافضليته على النادي المصري ومع ذلك يا اخي شوف النادي المصري هو اللي سجل هدف الاول في الوقت بدل الضايع تعالى روح لضربة الجزاء هو والمزيع والمزيع كالعادة ما بيقدرش اصلا يتكلم في حقه هو شخصيا قدام رضا عبدالعال لما رضا عبدالعال يقلل منه على الهوى هيتكلم في حق النادي الاهلي لما بيقول له هو انت شفت ضربة الجزاء من المرة الاولى قال له لا ما شفتاش ما شفتاش في ساعتها هو انا مطالب ان انا احسب ركلة الجزاء صحيحة ولا خطئة على انتباه حضرتك على مدى رؤية حضرتك لا طبعا ركلة الجزاء بتحسب هي صحيحة ولا غير صحيحة على مدى رؤية الحكام داخل ارض الملعب على مدى تقنية الفيديو على مدى كمان اراء خبراء التحكيم بعد المباراة لكن انت ما شفتاش دي مشكلتك اكشف لكن الحكم المباراة شايف ركلة الجزاء واضحة فانا لازم احسبه هنا هل هو جامل النادي الاهلي باحتساب ركلة الجزاء ده رقم واحد رقم اتنين انت نفسك بتتكلم عن فكرة الهدف اللي دخل مرمى النادي الاهلي وبطول اللاعب كان متسلل لكن اللي سجل الهدف مش متسلل اقرأ قانون كرة القدم اسمع اراء خبراء التحكيم لكن القصة انت لا تقرأ ولا تسمع ولا تروح لأي حاجة منطقية سواء انت او المزيع اللي بيستضيفك اللاعب قدامك القصة باختصار شديد ان انا قلتها تقريبا اكتر من مرة ده شو بيتعمل شو بيتعمل وافضل شو يتعمل اعمله على حساب النادي الاهلي وجمهرية النادي الاهلي واطلع اقول اي كلام غير منطقي وحاول تشاكك في النادي الاهلي هتقول لي طيب انت هنا بتتناول الكلام ده ليه هقولك للأسف للأسف الكلام ده بيتشاف فلو مردناش عليه فاحنا هنا لا نملك الحجة لكن الحقيقة احنا اخر ناس ممكن تتصور في الاعلام الرياضي انها لا تملك الحجة لأ عندنا الحجة على اي كلام حتى لا منطقي ودايما بنتكلم بالمنطق وبقراء خبراء التحكيم وبنرد على كل حد بيحاول ان هو يتجاوز او يقلل من شأن بطولات النادي الاهلي بتسأل سؤال هو الاهلي ما بيخسرش لا الاهلي بيخسر بس بيخسر في الظروف الطبيعية عادي جدا انت بتتكلم والاهلي خاسر اصلا قبل الموسم ده اخر اتنين بطولة دوري انت بتتكلم والاهلي الموسم الماضي مش اللي انتهى ده اللي قبله الاهلي ما خادش بطولة محلية خسر الدوري وخسر الكاس محدش بيتكلم عن فكرة الاهلي لازم ان هو يكسب لا انت بتتكلم عن حقية النادي الاهلي في المكسب معاك رأي خبير تحكيمي بيقول ان الاهلي تمم جاملته في المصري اطلع ارضه ما دون ذلك نسمع الصمت مش هنقولك بارك للنادي الاهلي هنقولك حاول ان انت تكون عندك بعض الشيء من الموضوعية اعتقد انا عارف ان ده صعب علي الجد يعني اعتقد رضا عبدالعال عنده مشكلة كبيرة اصلا في فهم كلمة موضوعية لانه هو عنده انحياز وانحياز واضح وصريح ضد النادي الاهلي على طول الخط وفي اي موضوع وانا ما عنديش مشكلة انك يكون عندك حالة تحكيمية تجيب رأي خبير تحكيمي تدلل على اللعبة بيها حقك اصلا احنا جماعة هنا مش بنرد على الناس في البرنامج عشان نصادر عليهم اللي فاهم كده يبقى فاهم رساية الاهلي خط احمر غلط احنا دايما بالرد على اللي بيتجاوز ده بيتجاوز فكرة انه بيقول رأي وبيبدأ يصدر احكام مطلقة وعلى رأسهم فعلا رضا عبدالعال فكرة ان النادي الاهلي لازم يكسب فكرة هو النادي الاهلي ما ينفعش يخسر فكرة دايما تصوير النادي الاهلي وكأنه بيكسب عندون حق او بغير وجه حق هنا دي المشكلة هنا ده اللي غير مقبول انه هو يبدأ يطرح احلاميا لان فعلا لما خسرنا دوريين هل جا رضا عبدالعال قال ان النادي الاهلي كان بيظلم تحكميا هل عمل زي خط احمر ما عمل وبجدول النقاط كده وبالحالات وبقراء الخبراء التحكميين قلنا ايه النادي الاهلي تظلم فيه بعدد النقاط والفريق اللي خد الدوري والزمال كتجامل فيه بعدد النقاط واصلنا لاستنتاج بقراء خبراء التحكم ان النادي الاهلي السلبة من بطول الدوري لا وقت ما بتتظلم هتلاقي رضا عبدالعال ساكت ليه بقى بيتكلم دلوقتي لانه هو طول الوقت عايزك تتظلم فلما تسمع كلام رضا عبدالعال تسأل نفسك سؤال هل الشخص ده بيبحث عن عدالة هل هو فعلا صاحب عدالة ولا بيتكلم عن العدالة طب لو هو بيتكلم عن العدالة ليه في الاوقات اللي كنت بتظلم فيها ما كانتش بياخد صفك لانه هو لا يبحث عن العدالة هو يبحث انه طول الوقت يحاول يقول كلمات عن النادي الاهلي وانا هنا جماعة بقول اللي بيحصل ده كفاية فكرة التشكيك في النادي الاهلي بكلام مطلق والتقليل من النادي الاهلي ده لا يستحقه النادي الاهلي من رضا عبدالعال ومن هم على شاكلته ليه لان الناس النهاردة زعلانة من تصريح في احد القنوات لأحد الاعلاميين في الناس في السعودية وهو بيتكلم عن فكرة الدوري المصري والكرة المصرية ما هو انت عندك ما تبقى اخر 22 سنة او 23 سنة من هيبة الكرة المصرية وان انت تعرف ترفع رأسك دي على مستوى الكرة المصرية هو النادي الاهلي وانا بتكلم ورقة وقلم مش بتكلم ان احنا الاتنين حلوين واحنا الاتنين كويسين واحنا الاتنين جمال وحب حبيبك وحب صاحبك انا بكلمك في كرة بكلمك ان فيه فريق اسمه النادي الاهلي هو اللي شايل صمعتك ككرة مصرية قريا وعالميا اخر 23 سنة لوحده بدراعه حرفيا يروح افريقيا يروح كاس عالم للاندية من غيره انا بقولها لك فعلا ما كنتش هتعرف تكلم حد بفرق شمال افريقيا عن فوز وخسارة ما كنتش هتقدر ترفع عينك في وش حد ما كنتش هتتكلم عن هلالة سعودي بتروح تكسبه بربعية ما كنتش هتتكلم عن ست نهايات بتلعبهم في اخر سبع سنين لدورة ابطال افريقيا بتاخد طلب بطولات ما كنتش هتتكلم عن ثمن مشاركات في كاس عالم للاندية للنادي الاهلي هو ده وينيجي نلاقي رضا عبدالعالوة امثاله بيبدأوا يصدروا الصورة دي يا جماعة الموضوع ده انت بتضرف قوتك النعمة رياضية كل واحد يقول رأيه والنادي الاهلي مش محصن ان حد ينتقد عسيمة ولاجن انتقدني بمعطيات ده اللي احنا بنقوله انما مش تطلع تتجنى علي وتطلع تقول احكام مطلقة وتطلع تصور ان انا بتجامل وفي النهاية زي ما انت قلت فين الرأي احنا يا فارس هنا يمكن انا قلت تحديدا قبل كده كتير جدا النادي الاهلي ومحمد صلاح كلعب محترف هو ده اللي بيقولك فيه حاجة اسمها قرة قدم مصرية ما دون ذلك يا جماعة والله مش تعصب للنادي الاهلي ما دون ذلك الامر صعب جدا 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 حتى منتخب مصر لم يوفق في الممرتين اللي وصل ليهم النهائي وخسر الاتنين نهائي ووفق فيه الصعود لكاس العالم يعني اطلع من دور الاول يعني بدون ذكرى ايجابية خالص فالقصة باقتصر شديد هو محمد صلاح كلاعب فردي محترف والنادي الاهلي مش تقليل من شأنه حد ولكن ده الواقع اللي احنا عايشينه فقصة ان انت تيجي تتجاوز في حق النادي الاهلي وكذا مرة نقول هنا كفاية كم مرة قلناها كم مرة خاطبنا المسؤولين عن ما يحدث احنا قلنا يا جماعة خاطب النادي الاهلي وانتقد النادي الاهلي زي ما انت عاوز بس يكون فيه موضوع منطقي لكن تشكك فيه الخبير التحكيمي اصل عشان ابنه هو اللي بيحكم مباراة تشكك فيه الوقت بدل الضايع اصل النادي الاهلي كان عاوز يكسب ومزود الوقت والضايع لا انت هنا بتوصل صورة لنادي الاهلي انه بيجامل على عكس اللي بيحصل اصلا على ارض الواقع وبنتكلم كتير جدا وبنستعرض مجاملات كتير جدا وعندنا في الحلقة دي هنستعرض يعني مجاملات لفرق موجودة في الدوري المصري وعدم تكافؤ فرص والنادي الاهلي بنفسه وهو بياخد بطولة الدوري هو النادي الوحيد اللي بعت خطاب معني بتطوير التحكيم المصري ده معنى ايه؟ ده معنى ان احنا اصلا عاوزين العدالة ليه؟ لان زي ما قلتها مرة واثنين وعشرة فيه اجواء العدالة والنزاهة والشرفية لا بطل غير النادي الاهلي الغريب ان انت بتقول لحكم المرأة انت زي بتنام طب وانت يا كابتن رضا عبد العال هو انت والمزيع اللي عاد وصدق انت زي اصلا بتناموا بعد كل اللي انتو بتعملوه وتتكلموا فيه كلام عبثي وكلام مالوش اي سند ولا دليل ولا موضوعي بناموا عادي؟ اه لان هو افترض في الحكم ان الحكم عنده ضمير فيقدر لو عمل حاجة غلط ضمير واعنبه وما ينامش اه لا ما تعتقد انا ما انا بقول لك على الجانب الاخر فيه ضمير وصلت يعني الرسالة وصلت خلينا انت الرد انت وسامة طرحت قلت في النهاية احنا بنتكلم بقراءة خبراءة تحكمين طب تعالى جماعة نشوف قراءة وبعيدة عن كابتن احمد الشناوي خالص بعيدة عن كابتن احمد الشناوي الا اكيد احنا نفسنا قلنا فيما يتعلق بوجوده في التحليل في المباريات اللي فيها نجلو بغض النظر عن ايه اللي عمله صح او غلط قلنا ان احنا عندنا تحفظ ولكن حد بقى بره خالص وهو جهات جريشة تعالوا نسمع وهو بيتكلم هل المصر تظلم ولا ما تظلمش نتكلم في ديات 89 والهدف اللي تم إلغاؤه بداع التسلل هنتقل فيك انا في الهدف ده كتير ونتكلم مع بعض عشان نفهم الناس يدينا مشت ازاي في الهدف ده هنشوف اللقطة مع بعض طبعا التسلل كان موجود ومساعدة حزبه في الملعب اللاعب النادي المصري اللي ملعبش الكورة موجود في مواقب تسلل اللعب الكورة بالراس اللي هو أحرص الهدف مش موجود سليم مش في مواقف تسلل اللاعب ده يعاقب إمتى يعاقب اللي هو في مواقب تسلل لو لعب الكورة هو ملعبش الكورة لكن فيه حاجة في القانون بنتكلم إنه موجود في مواقب تسلل ويعاقب بتد refusal مع المنافس أو المنافسته على الكورة أو التأثير الواضح على المنافس في لعب الكورة هو اللاعب ده عمل جمبينغ ومع الحرس المسابة الصغره دي ومع لعبة النادي الاهلي فيه فيه تداخل وبالتالي يعاقب على ده والتسلل تسلل صحيح ومراجعة صحيحة من حكم الفار لعب نادي المصري اللي كان موجود في مقرد تسلل ومع لعبشي قراءة لكن فيه تأثير واضح على حارس وعلى لعبة النادي الاهلي وبالتالي يعاقب بتداخله مع المنافس رخبة دي جدا في الديئة 96 في الوقت بدلت ضايع في الشوت التاني وراك الجزاء الحكم موجود في مكان ممتاز طبعا الكرة مع لعب نادي المصري وده ما تعفوهش من الخطأ يعني الكرة في حوزة لعب نادي المصري ما تعفوهش من الخطأ مسك التشيرت حسين الشحات والشد الواضحة الحكم شفها وكان موجود في زاوية ممتاز احتسب راك الجزاء وراك الجزاء صحيحة تم احتسبها النادي الاهلي طبعا هي وقت الراكلة في الديئة 96 أو في الوقت بدلت ضايع في اخر وقت بدلت ضايع والنتيجة واحد صف للنادي المصري هي العملة الالأ في الملعب لكن الحكم قرار صحيح مراجعة حكم البار مراجعة صحيحة القرى مع مدافع المصري لكن ما ينفعش وانت قرى معاك تشد الشدة دي أو تخطأ الخطأ ده خطأ سازج من المدافع وراك الجزاء صحيحة تم احتسبها للنادي الاهلي ده اللي احنا بنتكلم فيه رأي خبير تحكيمي في مواجهة كلام مرسل التسلل صحيح لان فيه تدخل من لعب النادي المصري راكل الجزاء حسين الشحات صحيحة لان تصرف سازج من المدافع وكان فيه شد واضح وزي ما جات جريشة قال بعكس منطقه أصلا في العموم ان الحكم ولو حسبه هنا يحصل مشكلة قال ان اللي وطر القرار وخلى كده توقيت احتساب راكل الجزاء يعني ده رد عمل بالتأكيد فارس وبعيد عن رد الكابتن أحمد الشناوي اللي احنا عنينا الأمرين مع الكابتن عمر الشناوي وهو حكم تقنيت فيديو وامورات البنك الأهلي تشهد بذلك حتى خبراء التحكيم الأجانب كانوا بيقولوا لو هدف أي من أشرف في البنك الأهلي اتلغى يبقى نص الأهداف فيه كل دوريات العالم يتم إلغاءها لكن ده ما كانش فقط لغير الرأي اللي عندنا ده احنا كمان عندنا رأي رئيس لجنة الحكام مع إقاف التنفيذ وهنقول لكم ليه مع إقاف التنفيذ بس نسمع الأول بريرا قال إيه في اللقطات دي وفي الأخطاء التحكمية إن كان فيه أخطاء تحكمية في مباراة الأهلي والمصر رأيك في الحالة دي؟ أوف سايد؟ أنا معالغ حكام الآن إذن من النحية الفنية في هذه اللحظة واحد مهاجم في موقف أوف سايد وعندما وصلت الكرة إلى تلك النقطة قفز إلى الكرة وشارك فيها وحاول تزديد الكرة إذن تدخل في اللعبة هذا الموقف ليس سهلاً ولكن المساعد الحكام خد قرار سليم جداً اللاعب فقد الكرة وفقد مكانه وجذب قميص المهاجم وقع المهاجم الدفع أو الجذب داخل منطقة الجزاء ضربة جزاء وهذه حالة سهلة جداً ده رئيس لجنة الحكام الأجنبي اللي هو لا يعرفك ولا يعرفني وطلع قال لا أبقيت وطلع قال أن الهدف الملغي قرار سليم وطلع قال ركلة الجزاء اللي أي حد يا جماعة في العالم يشوفها قرار سليم اللاعب نفسه أخطأ خطأ جسيم جداً لعب النادي المصرف إنه في الوقت ده بيدخل منطقة الجزاء وبيتعرض لركل الجزاء من زكاء وضغط حسين الشحاب في وقت قتل الحقيقة أعاد النادي الأهلي المباراة مرة أخرى فده رئيس لجنة الحكام وهنا مش هتقدر تقول نقطة أصد رئيس لجنة حكام طلع يدفع عن حكامه أصد ده مش عصام عبد الفتاح شوفنا كلتنبرج كان بيطلع يغلط حكامه الحقيقة لما جاب ريرا احنا عندنا تحفظ عليه هو جاوب لنا على الاستفهام انت جاي بتشتغل إيه جاوب على الاستفهام ده لما قال إن أنا مش أنا اللي عينت الحكام دي وأنا كنت جاي أستكشف الموسم ده وابدأوا حاسبوني من بداية الموسم القادم يعني كان سهلي جدا هو بيقول التصريح ده يطلع أخطاء للحكام عشان يوضح إنه هو هيصحح مع الموسم القادم لكن ده كلام المنطقي اللي عمره ما يعدي عليه كابتن رضا طيب هنا بقى عايز أقف عند كلام أسامة عن بريرا وهو راجل احنا اختلفنا واختلفنا على اللي احنا شايفينه من تطوير التحكيم واختلفنا على بعض النقاط هنا احنا بنتكلم من موقع ناس مقدمين برنامج في إعلام في قوي طيب بريرا اللي بيتكلم إن أنا استكشفت الموسم ده وعندي الموسم الجاي خط هل احنا كمان وإحنا في إعلام في قوي ماشي هنصدق وحنشوف بس اللي ما كانش مفترض يقول تصريحات زي اللي حتسمعها دلوقتي هو الأستاذ صاروات سويلم نسمع قال إيه عشان عندنا تعقيب مهم جدا فالله أنا بكلم حدك عليه هتجيب يعني حد من أجنبي يدير التحكيم المصري هتلاقي كده اللي احنا فيه ده بقى والبلبلة اللي حصلة بالنسبة للتحكيم لما باش عندك رموز رموز تحكيم في مصر طب لكن في الآخر مرتب بتعاقد ويبدو أن التحاد الكورة هيخليه كمل ولا أنت عندك معلومة تانية لا ما عنديش معلومة تانية لأنه ما بدخلش في الكلام ده لكن أنا بقولك إن شاء الله مش هيكمل يعني الوضع الوضع صعب جدا من بفيتة أكملة أنا مش كلمتك على الأخ الإنجليزي اللي جيه قلت لك هيمشي ده طلع أحسن كمان لا أنا محمد بي أنا قلت لك هيمشي أو أنا مش قلت لك هيمشي قلت لها هيمشي يعني إحنا كناش راضيين به ده طلع اللي جيه أقوح يعني إحنا الناس بتقول دلوقتي كان كلاتنبرج أحسن ولا أعرفت مرتب اللي جيه يعني يعني تعملي بقى بعد إذنك اللي موجود دلوقتي اللي موجود دلوقتي واللي ميشي وحاجة كده من أفعه 20 ألف دولار فعلا حاجة كده لا أكتر من كده طبعا أكتر من كده الحالي الحالي وبعد نعوذ لك على حاجة ده مع مساعد بيقوله مع مساعد كمان بس بحاجة أنت محمد بالتحكيم المصري اللي ثقافة معينة وفعلا عندك رموز عندك رموز مسروا التحكيم في كده العالم لو قلت لك الأربعة نختار منهم واحد تقول لي مين مسكي أنا لما مسكت الاتحاد يعني قل لي أربع خمس أسماء لا أربع خمس أسماء عندك الرموز الأدام كابتن جبال غندور وكابتن عصام عفتاح ممكن يكون الناس دي مش حابة تكمل لكن عندك الكابتن سامير عثمان أنا كنت مصر عليه وعينته رئيس لجنة حكام وخلي بال حضرتك في شهر واحد بس قلب نظام التحكيم وحب يعمل وإضافة للتحكيم عندك كابتن جات جريشة كابتن جات جريشة طبعا عندك كابتن محمد فاروق من الناس المميزة جدا أجيب وأنا مساعد لرئيس لرجل أجنبي لا طب أنا أخليه ورسجة الحكام الكلام ده بالنسبالي مش خطير لا لا يصدق والله العظيم لا يصدق لما أتكلم إن بنجيب حكم أجنبي يدير المنظومة التحكيمية وإحنا عندنا الحكام المصريين وشفنا التجارب الحكام المصريين شفنا تجارب إيه وأجي أقول كابتن عصام عبد الفتاح ما عندوش رغبة الفترة دي إنه هو يتواجد ولا يعني أنا ما شفتش بعيني اللي كان بيعمله كابتن عصام عبد الفتاح نحن ما شفناش النادي الأهلي وهو بيخسر لقابين وكنا بنستعرض هنا عدد النقاط والكلام اللي كان بيحصل اللي لا يصدق بس أنا لقيت تفسير في نص الكلام وهو إن التحكيم المصري أو إدارة التحكيم المصري لها ثقافة معينة هل ربما ثقافة الناحتواء؟ ما هو ده يفسر ليه كلام إنه هو ده المقصود ربما المقصود إنه ثقافة الناحتواء إنما كفاءة تحكيمية إحنا شفنا سنتين كانوا أصعب سنتين تحكيمية على النادي الأهلي فالكلام بمنطق إن الخبير التحكيمي الأجنبي واللي بيعمله وعندنا الكفاءات المصرية طب ما إحنا خارجين أو إحنا جبنا خبير تحكيمي أجنبي ليه أصلا؟ عشان إن الدوري كان وصل لمرحلة كارثية على مستوى التحكيم احتواء وروح البروتوكول وفشة الفر اللي بتتشال عشان شيء بيتعمل وخطوط بتتحط غلط ومهازل تحكيمية فالإحاء للناس بإن وضع الخبير التحكيمي الأجنبي ده جاي بوز التحكيم مقارنة بالنوابغ اللي كانت بتدير التحكيم المصري ده كلام غير معقول تاني حاجة بقى وده أنا تعلمته من إدارة النادي الأهلي الإدارة دي واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها لما تيجي تتكلم كده مع حد في إدارة النادي الأهلي عن بعض الأمور السلبية في أي قطاع في مدير فن في لاعب أنا ما ينفعش ده الرد اللي بتقلق ما ينفعش أطلع أنقض حد في المنظومة أو إن أنا كإدارة أهم حد أو حاسب قبل نهاية الموسم في أدوار تانية ربما بتعمل كده ناس بتقيم ناس بتعمل ناس تتكلم إعلام يتكلم إنما أنا كناس بتدير بحاسب آخر الموسم فأنا مش متخيل إن الناس وهي بتدير والخبير التحكيم الأجنب يا أسامة بقول السنة الجاي أنا حاعمل وأنا أطلع وأنا جوه المنظومة جوه المنظومة ببيع الراجل على الهواء وأقول إن الراجل ده لا إن شاء الله مش هيكمل لما الراجل ده يسمع التصرحات هيستمدوا الثقة إزاي هيعمل حاجة في التحكيم إزاي ونرجع نقول أصل الكرة في الحتة الفلانية تطورت ونزعل من كلام الناس ونزعل من كلام الناس إن عندنا منظومة فيها مشاكل لا والله العظيم عندنا منظومة فيها مشاكل وأكبر المشاكل اللي بيتقال ده أنت شايفني متفاعل والله اللي هو أنت أنا مش مصدقك ليه؟ أنت إزاي بتقول شيء لا يصدق وإزاي بتقول شيء مش معقول طب إنت بتشوف ده فيه بشوفه عند صروة سؤلم نفسه ده لوت أجاب سابقة كتير بتخليني أصلا أستقبل الكلام ده العادي جدا لما يطلع يقول سيادة رئيس النادي نفسه ياخد بطولة في جبنانه حكم مصري ولما يطلع يقول في مكلمة مصربة إننا جبناله الحكم اللي بيحبه وفل قوي كده وما تقولش الحد فهيطلع يتقال له هو أنت عملت ده فعلا يقول آه فأنا هستغرب ليه أنه هو جاي النهاردة يقولك إن شاء الله الحكم أو الخبيري الأجنبي مش هيكمل هستغربها ليه؟ هستغرب ليه أنه هو رايح لكسة أنه إحنا عندنا حكام مصريين إحنا قلنا والله العظيم التحكيم المصري ما بخير ليه؟ لأنه قال ثقافة التحكيم المصري اللي إحنا قلناها من الأول الثقافة اللي بدأت في التمانينات والناس القديمة والجيل القديم العبور بالمباراة لبر الأمان اللي أصبحت الآن كلمة الاحتواء الكابتن ريدا البلتاجي وهو أحد رؤساء اللي جاني الحكام للسابقين اتكلم مع الكابتن محمد بركات عضو اتحاد كرة القدم المصري الحالي وهو بيتكلم عن راقل الجزاء اللي تم احتسابه في مباراة الآلي والزمالك اللي انتهت أربعة واحد اللي كان فيها مهزلة تحكمية حقيقة في الديئة الثلاثين بعدم احتساب راقل الجزاء لحسين الشحات وطرده مدافع نادي الزمالك قال ايه؟ قال له كابتن بركات ما انت عارف لو هي النتيجة مختلفة ما كانتش هتتحسب لما جات واحدة شبيهة في البطولة الأربعة ما تحسبتش فقال له ما انت عارف وانا عارف ان لو هي النتيجة مختلفة ما كانتش هتتحسب النتيجة كانت 3-0 اتحسبت ليه؟ خلي الزمالك يقرب ما تدخل الزمالك في الجيم مع النادي الاهلي هو بالضبط اللي طلع قاله محمد عادل لما قال بعد 3-0 حان وقت احتواء المباراة هي دي الفلسفة اللي عند التحكيم المصري عشان كده احنا ليه بنطالب بخبير تحكيم أجنبي عشان ييجي يؤدي على الفلسفة دي ما يشوفش ألوان يشوف قانون وما يشوفش روح بروتوكول وما يشوفش أصلية سيف درجة حرارة المباركة عالية والحكم زي الدكتور فلازم ندينه مخفط حرارة الكلام ده يا جماعة ما ينفعش احنا بنهزر احنا بجد والله العظيم بنهزر ويجي السادت اللي هو صاروة تسويلم يقول لك كابتن عصامة عبد الفتاح وكابتن وكابتن مع كامل احترامنا للمسميات دي وللكاباتن دول احنا سمعنا تصريحات من كابتن عصامة عبد الفتاح يعني ما سمعناش قبل كده في أي حتة في العالم الحقيقة الراجل متميز جدا في اختراع تصريحات روح البرتوكول والمباراة زي الطفل لما بيسخن لازم ندينه مخفط حرارة وكلام كتير جدا يعني متعلق بكابتن عصامة عبد الفتاح وكابتن عصامة عبد الفتاح خلاص بقى كابتن صاروة تسيبه سيبه بقى خلي العدالة يا اخي سيبه ده انتو بيجبوه عشان بيكون بطل الدور معروف يعني يعني هو بيجي من هنا معروف الدور رايح فين فخلاص بقى الحقيقة موضوع صعب جدا ولكن اعتدنا على مثل يا زي التصريحات من اللي هو ثروة سويلم والغريب انه هو عدو الرابطة اللي المفترض يساعد المنظومة على النجاح جاي بقولك ان شاء الله تخرب ما تعمر ان شاء الله يمشي تصريحات عجيبة بدأ كلامه بانتو مستغرب ليه وقالي الغريب انه هو عدو الرابطة ما ده اللي أنا بقول طبعا يا جماعة احنا لما بنتكلم هنا احنا قصتنا والله العظيم ما هي الاهل بس احنا قصتنا ان احنا نشوف عدالة حقيقية لانه عمر النادي الاهل ما تضرر من العدالة وعايز تعرف ليه النادي الاهل عمره ما تضرر من العدالة تعالى إيس النادي الاهل اللي هنا في الدور المصري محاق الالقاب دي شوفه في افرقيا بحقي شوفه لما بيروح كاس العام للاندية بحقي حتلاقي المعادلة منطقية بالنسبة لك نعم تعالى شوف فريق بيبقى بطل الدوري موسيمين في الوقت اللي هو في إفريقيا من 22 سنة أو 23 سنة مش عارف حق دور الأبطال كان بيبقى بطل الدوري وهو بيخرج من المجموعات مش عارف يكسب سجرادة ومش عارف يكسب بترو أتلتكو وبيخسر من الوداد رايح جاي وبيخسر من التراج رايح جاي وده ما بيخلكوش كده تعيدوا تفكيركو في حاجة اعتقد اللي هيعيد تفكيره وحيمنطق الأمور وحيحط الصورة جنب بعضها كده ويرتب قطع البازل هيشوف حاجة وحدة بس أن النادي الأهلي في وجود العدالة فعلا هو صاحب الحظوظ الأكبر متأكيدة فارس طبعا ما كانتش بس ما كانتش بس هو القصة دياسة عندنا موضوع تاني مرتبط بالنادي الأهلي والموضوع ده يعني مرتبط برضه بفكرة أن إنجاز النادي الأهلي يعني إذا كان إنجاز الناس بتقلل منه بشكل واضح على عكس إخفاقات وفشل بعض الأندية الأخرى الناس بتعتبره إنجاز بشكل واضح أنا هقدر أتفهم الكصة دي في قصة التوقعات أنت متوقع إيه من النادي الأهلي أنت متوقع من النادي الأهلي لما يروح يلعب كاس عام الأندية يكون النادي الأهلي البطر هقولك آه لما يخفق بقى النادي الأهلي افتحي البطولة تطلع طول ما عملش حاجة ومتوقع إن أندية أخرى لما تروح تشارك في البطولة تطلع من دور المجموعات بنتيجة مشرفة وعدم الهزيمة بنتيجة سقيلة أقولك اعترف بده واطلع واضح ده وقول أنا معياري في النقد هنا ومعياري في الإشادة هنا هو إن أنا شايف إن النادي الأهلي كبير جدا فعشان كده بنتقده وشايف الأندية الأخرى صغيرة جدا فعشان كده لما بتطلع من دور المجموعات بعدم التعرض لهزيمة سقيلة بشيد بيها مين بقى اللي بنوجه له الكلام ده الكابتن أحمد حسام ميدو الكابتن أحمد حسام ميدو اللي في أوقات كتير قال مش ببارك للنادي الأهلي على بطولة الكابتن أحمد حسام ميدو اللي تكلم في أوقات كتير عن النادي الأهلي وتحقيق البطولات القرية إن أصلها تحاولت له بطولة رمضانية الكابتن أحمد حسام ميدو اللي في كتير جدا من إنجازات النادي الأهلي حاول يقلل منها لما جاب مصروفات وهمية للنادي الأهلي على قطاع قرة القدم ومصروفات أخرى وهمية أقل بكتير لنادي الزمالك وبدأ يقارم بين مقارنات بين بطولات وبطولات وشاب بطولة سوبر بطولة دورة أبطال أفريقيا وحطهم مجرد عدد فقط لغير وردين على القصة دي هو هو الكابتن أحمد حسام ميدو اللي بعد هزيمة النادي الأهلي أمام ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية البطولة الذي لم يشارك فيها أي فريق مصري سوى النادي الأهلي كان له التصرحات اللي هنسمعها دي هنطلع نسمعها عشان عندنا تعقيب مهم جدا مصري سوى النادي الأهلي أنا شايف أن أي حد بقى يطلع في التلفزيون يقول لكم أن النهاردة أداء الأهلي كان فخرا وفخر أنه هو متواجد في الحدث وفخر أنه هو ظهر بشكل منظم وفخر أن الصحافة الأجنبية قبل المباراة تتكلم بشكل إيجابي وتسر التاريخ الأهلي وكل الكلام ده كله فخر طبعا فخر الأي أهلاوي ومنظر الأهلي زي ما قلت لكم قبل كده في المطشين اللي فاتوا منظر مشرف جدا بالنسبة لكل المصريين ولكل العرب وكل الفنة الأفريقية أنا الأهلي يعني هنا بيمثلنا كلنا ولكن الأداء والشجاعة بتاعت اللعيبة وإيمان اللعيبة بنفسهم وثقاتهم في نفسهم صفر صفر فيش أي لعيبة ما عندها ثقاف نفسها قدام خصم قوي عندها ثقاف نفسها وهي بتلاعب بعض الخصوم الأقل منهم مستوى وده طبيعي إنما لما تلاعب العيب أو فرقة أعلى منك وتلعب ما يبقاش عندك ثقاف نفسك يبقى أنا يعني ما ببالغش لما بقول يا خسارة يا خسارة طبعاً في ناس كتير ممكن بيتفرجوا علينا هقولك ميدو بيتكلم طب مهز زمالك فين وكذا وتعلى يعني الموضوع ما لهش علاقة بزمالك وأهلي الموضوع دي علاقة بحدث أنا شغلتي أو مباراة أنا شغلتي إن أنا أقول لكم رأي فيها ده رأيي في الماتش بكل صراحة ده رأيي رأيي الفني في الماتش بكل صراحة إن لعيبت الأهلي النهاردة ملعبتش ما كانش عندها ثقاف نفسها فيه لعيبة كتيرة جداً في الملعب بتستخبه وفرت الأهلي معها الكورة ملتزمة وهم ما معهمش الكورة أوكي ده كويس لكن وإنت معاك الكورة بتعمل إيه بالذات لعيبة نص الملعب المهاجمين والمهاجمين بتعمل إيه فيه تسرع كبير ما تسرع ده جاي من إيه تسرع ده جاي إن اللعيب ما عنده ثقاف نفسه إن هو يقف على الكورة ويبص وياخد القرار الصح هشوت هارفع هعدي هستلم هقف على الكورة هاخد فاول مفيش مفيش أعتقد كابتن أحمد حسام يدو ما كانش فادي يتفرج على مباراة الآلي وريال مدريد لأن الكلام اللي بيقوله ده مش هتلاقي أي دقيقة في التسعين دقيقة اللي تلعبت فيها المباراة تؤكد كلام كابتن أحمد حسام يدو والشيء المؤسف جدا إنه بيقول أنا بتكلم بشكل فني سبحان الله بيقولك فيه لعيبة ما كانش عندها ثقة تقف على الكورة والنادي الآلي لعب جيم مع نادي ريال مدريد أشادت بيء الصحف الأسبانية بأداء النادي الآلي لدرجة إن كما فنجا اللي لعب باكليفت اللي هو قيمته التسوقية تتخطى قيمة التسوقية للعيبة النادي الآلي بالكامل كان صيد سهل جدا للعب اسمه حسين الشحات اللي كان بياخد الكورة ويروح له ومن واحدة منهم جات ركلة جزاء لكن الكابتن أحمد حسام يدو ما كانش شايف ده ما كانش شايف إزاي النادي الآلي قدر إنه هو يكون قريب من إنه يعمل كامباك على نادي ريال مدريد ولولا التوفيق اللي لم يصاحب سواء محمد شريف أو محمد مجد أفشا في كرة كانت هتوصل بالمباراة لنقطة تعادل ونقطة الصفر يقولك مش واسقين في أنفسهم ما سمعش حتى أنشلوتي الفيديو اللي خرج من غرفة ملابس ريال مدريد بين الشطين وهو قد إيه بيحذر لعبيه والنتيجة واحد صفر من لعبي النادي الآلي وبيقول أنا مش عايزكم تلعبوا غير على الهجمة المرتدة ومش عايزكم كمان تتصرعوا في لعب الهجمة المرتدة لأن عندهم ظاهرين بيجدوا الاختراقات وأنا عايز أحافظ على نتيجة أكبر قدر ممكن ده مين اللي بيقولي الكلام ده ده أنشلوتي اللي واخد الخمس دوريات الكبرى اللي بيدرب نادي ريال مدريد بطل أوروبا وبطل العالم فمتخيل كابتن أحمد حسان ميدو طالع يتكلم وأنتقد إنه لقى ليه لأن الكابتن أحمد حسان ميدو كان يعي جيداً هو بيعمل إيه؟ هو كان عاوز يدرب لك أي ثقة أنت حصلت عليها من مشاركتك في كأس العالم للأندية ليه؟ لأنه كان قابلها بشهر فقط لغير بعدما الزمالك فاز بتلوها الروح على البنك الآلي مع كامل احترامنا البنك الآلي قال أنا جايل لكم من المستقبل قبل سبع شهور بقول لكم الزمالك بطل الدوري للعام الثالث على التوالي دي أجندة الكابتن أحمد حسان ميدو أنه هو يهد في النادي الآلي الوقت اللي أنت هتكتسب فيه الثقة يطلع يدرب لك كرسي في القلوب ويقول لك أنت ثقة إيه؟ ده أنت بتلعب قدام ريال مدريد يعني وما كانش فيه لعيب عنده أي ثقة فده اللي كان حاصل من الكابتن أحمد حسان ميدو الحقيقة فارس منهجه دايماً ده هو أنشلوتي صديق زلتان؟ لا طب يبقى خلاص عندها يا جماعة أعتقد الناس لما بتتكلم كلام وهي مش حطى المعطيات قدامها أو عندها هوى أو عندها توجه أنا آسف بيطلع كلام ولا لأي لازمة والله العظيم لا أبالغ كلام ولا لأي لازمة حرفية تعال أشوف نادي الهلال خسر بخمسامر ريال مدريد وأيضاً لعب مباراة كان عنده تموح فيها زي النادي الأهلي شوف الناس اتكلمت عن وصيف العالم والناس اللي اتكلمت عن إزاي تدي الهلال دفع معنوية بعد المباراة أنت هنا بتيجي تتكلم عن النادي الأهلي وتحاول تقلل من اللي بيحاول وتحاول تقلل من النادي الأهلي بيوصله مع أنك أنت لازم تكون عارف أن اللي بيحاول النادي الأهلي هو غير قابل للتحقيق من أي فريق مصري آخر وأن النادي الأهلي يبقى مع ريال مدريد خسران بفرق الأهداف الأولى لده لحد الدقيقة 85 أو تدخل للدقيقة 80 وأنت في المباراة يقدر ترجع كنت أعتقد ده مجهود طبيعي جدا أن أنت هتدي له حقه وتقدره ولكن القصة ما كانتش ريال مدريد بس وده اللي يوضح أن القصة كانت هوى وتوجه عند أحمد حسان ميدو لما نسمع كمان مع مباراة فيلمينجو كان بيقول إيه أنا بقول إن الكرة إيه؟ عام زي بلاي ستيشن فيه الناس كويسة قوي لما بتلعب على الليفل المتوسط لكن لما يجي خش في الليفل اللي هو معرفش بيقوله عليه بروفاشنال مش عارف إيه ولا إكسترا مش عارف ده خلاص أنت دخلت في الليفل الوحش هتشوف بقى الفرق هتشوف الفوارق ده اللي حصل مع الأهلي بالذات قدام ريال مدريد وعلى فكرة أنا تلاقيت قلت الكلام ده بعد المطش ما كنتش عايز أقلل من الأهلي أبدا بالعكس أنا في المطشين الأولانيين أنا قلت إن الأهلي شكله مشرف في الملعب وفرقة محترمة وكل الكلام ده كله لكن برضو أنا دوري هنا إن أنا أقول لكم الحقيقة عليش السكريبت ما كانش بتوزع علي سكريبت كانش بتوزع علي ولا بيتوزع علي ولا هيعرفوا يوزعوا علي أنا بقول اللي أنا شايفه دي شغلتي إن أنا راجل لما أجي قيم حاجة بقولها لكم بقول لكم رأيي بصراحة العيبة الأهلي العيبة كويسة جدا وفرقة كويسة جدا ولكن فيه لفل معين أنت النهاردة بقى بتخش فيه الليفل ده محتاج نوعية العيبة مختلفة عمري ما الأهلي يعرف يجيبهم طيب النادي الأهلي ده اللي بنتكلم عليه هو اللي مع بالميرس خد تلت عامل عندية وقدر يكسب بالميرس وفرق التسويقي كبير جدا النادي الأهلي ده هو الهلال السعودي أعلى منه ككيمة تسويقية وفيه لعبين أعلى كتير جدا على مستقل كيمة تسويقية قدر النادي الأهلي يكسبه بربعية إذن أنت بتتكلم عن تجربة مع ريال مدريد أنا أتفق معاك ماشي ربما في حتة أن ريال مدريد فيه فوارق والنادي الأهلي ما يقدرش يجاري على مستوى اللاعبين في حتة القيمة السوقية والكلام ده ده حقيقي ده ما نقدرش ننكره ولكن الكلام عن أن من ماتشين قبل كده طب موفلامينجو ده اللي كسب 4-2 النادي الأهلي كان جوه المباراة لحد الطرد وكرة محمد شريف اللي كلنا فاكرنا كانت ممكن تصنع الفرق إزاي تعال أشوف النادي الأهلي اللي هو قبل كده عنده بصمات في كاسة نعمل عنديها عاملة إزاي ولكن فكرة أنا بيتوزعش عليها سكريبت واللي سكريبت ما جاليش يعني أعتقد يعني ميدو كان مفترض يسيب حد تاني يقول الجملتين دول لأن إحنا أكتر ناس جبنالكو هنا تناقضات لميدو وكلام لميدو وكلام لأجندة فقوية لنادي ميدو بيتكلم فيها كان ميدو في قناة غير فقوية قناة محايدة بيطلع يتكلم عن وجهات نظر مجلس إدارة وقرارات مجلس إدارة لنادي فقوي ويوجه لنادي فقوي ويتدخل ضد كهرباء ويهاجم لجنة انضباط ويهاجم قرارات ونيجي بعد كده نقول فكرة اللي سكريبت مع مصطلحات بقى اللي سكريبت والمصطلحات زي دي بشوف أن أكتر ناس بتتكلم فيها هي أكتر ناس بتعملها بدليل احنا عندنا وقعتين هو اعترف بيهم لما حصل هجوم من ميدو على أوباما وحصل هجوم من ميدو على بن شرقي ووكيل بن شرقي طلع بعد كده واعترف وقال اللعيبة دي مكادش عايزة توقع فكنت واخد من مجلس الإدارة أننا اضغط عليهم قدام جمهيرنا دي الزمالك هو ده السكريبت أميدو هو ده السكريبت بوضوح شديد ولما طلعت وقلت إن أنا متقل كده اغلط في الزمالك أو هاجم نادي الزمالك عشان لما أجي هاجم النادي الآهلي الموضوع يتمرر هو ده السكريبت ده السكريبت اللي انت تعرفه لكن لما أقولك الصحف الأسبانية تكلمت عن أداء النادي الآهلي تقولي أصلا بتوزعش على السكريبت لما أقولك إن أنت أصلا ما شفتش المباراة وتيجي حتى بتقول يا جماعة أصلا قلت لنادي الآهلي كان واقف وقفة كويسة ولقب بأداء مشرف ده إحنا لسه عرضين لك الفيديو وانت مقولش الكلام ده ده إنت قلت لعيبة خايفة ولعيبة مش قادرة تواجه ولعيبة ما تقدرش تلعب في الليفل ده والنادي الآهلي كان عمره عنده الليفل ده إزاي ما عندوش الليفل ده وانا واخد برنزهيد كاسعلم مرتين في آخر 4 سنين ده رقم واحد رقم اتنين هي نتيجة أربعة واحد أنت شايفها بتوضح لك قد إيه ليفل الوحش تعالوا نكويس بقى النادي الآهلي لما بيلعب فرق في الدور المحلي ويفوز أربعة واحد قول بقى لع الفرق دي إن لما بتلعبوا البنك الآهلي بيكون عندنا طموحات عالية جدا مع كامل احترامنا للبنك الآهلي ولما بنلعب حرص حدو بيكون عندنا طموحات عالية جدا لكن اللعيبة دي بتكشف قدام النادي الآهلي لأنها وجهة الوحش وهنا ليفل الوحش في أفريقيا يا ميدو فالفريق اللي ياخد مني أربعة مرتاح كده لازم تنتقده لازم تقول ما عندناش اللعيبة اللي تقدر تواجه ليفل الوحش ما عندناش اللعيبة اللي تقدر تواجه النادي الآهلي لكن انت بتعملش ده انت بتعمل ايه بقى لما اللعيبة اللي ما تقدرش تواجه ليفل الوحش اللي هو النادي الآهلي لما بتحقق تعادل مع فريق آخر تعالوا بقى نسمع انت ازاي بتتكلم عن الانجازات في اوقات بتحصد فيها الفشل نسمع ميدو لكن انا هتكلم على الكورة الزمالك خرج من البطولة العربية بعد التعادل امام النصر ولكن خرج مرفوع الراس وخرج بأداء جيد جدا وخرج بمكاسب كتيرة جدا من البطولة العربية خلي بالكو ان الغاب من 3-4 شهور 4 شهور الزمالك كان يعني الفرقة يعني كان فيها بشكل كتيرة جدا وبيقفت الناس مع بعض ومن الزمالك قدر انه هو يجيب مدير فني محترم عند بعض الاخطاء عنده اخطاء طبعا عنده اخطاء زي وزي اي مدرب تاني عفكرة عمرك ما تجيب مدرب ما عندوش اخطاء لكن الناس قدر انه هو يحول مصاري الفريق في وقت قياسي لغم انه هو اشتغل في ظروف صعبة جدا وقدر انه يطور من مستوى اللعيبة معظم اللعيبة بشكل يعني كبير كبير جدا فيه لعيبة النهاردة جمهور الزمالك والجميع بيشيد بيها من شهرين فاتوا ما كانش حد طويقهم انهم يشوفون لابسين فنينة الزمالك يا جماعة ادي احمد حسان بيدو انت متخيلين تقييمه للفشل ايه فريق خارج متعادل مع فريق النصر السعودي مع كامل احترامنا وتقدرنا ليه قالك خرج مرفوع الرأس مدير فني لما واجه النادي الاهلي اتهزم اربعة مع الرأفة ومع الاحتواء قالك مدير فني متطور قدر يعمل اللي محدش عمله مع الفريق فالحقيقة ده بيوضح لك قد ايه المشكلة عند تقييم احمد حسان ميدو لنادي الاهلي انت لو شايف ان النادي الاهلي رابع عالم الاندية فيه ابطال القرات ده شيء صعب او شيء لا يدعو انك انت تقول اجدنا عنديش مشكلة تبقى انت شايف في النادي الاهلي ان هو يستحق المنافسة على المنديال لكن لما تشوف فريق اخر وبتطلع تقول اصل قدبين وكرة القدم مصرية اهلي وزمالك وبتزعله الناس بتقول دربي ومش دربي وانت طالع بتحتفي بانك بتتعدل مع فريق النصر مع كامل احترامنا لفريق النصر السعودي لا جماعة هنا في ازمة هنا في مشكلتك انت شايف فريقك اللي انت بتشجعه ان الانجاز انه يتعدل وانه يخرج ثالث مجموعة في البطولة العربية ده موضوع يخصك ويعنيك لكن ما ينفعش تكون انت نفس الشخص اللي شايف ان الفريق اللي طالع رابع منديال الاندية يتوجه له النقد وتوجه الاشهادة لثالث البطولة العربية اللي باختصار شديد اتعاملت من اجل اعداد الفرق السعودي للدور القدم الموضوع صعب جدا والحقيقة يعني شكلك اعتقد يعني تقييم فني بعيد كل البعد واعتقد اجندتك واضحة بشكل كبير جدا وحتى مش بتتعامل بشكل في زكاء وقلتلك قبل كده اول لما تيجي تقول رأيي عن النادي الاهلي خد بالك خد بالك افتكر انت كنت بتقول ايه عن اندية اخرى اهو ده بقى السكريبت تخيل هو قال السكريبت اهو ده اللي قاله سكريبت ده السكريبت اللي قائم على فكرة ان انا قدي امتياز لحاجة ما فيهاش امتياز يعني انا بقول لا هو فعلا يا بخت الزمالك بميده لان ده راجل بيتكلم في انحيازات انا بقول ايه ده ايه التشجيع المريح ده الله يا جماع الفريق اللي اعلامه او مشجعينه يطلع تالت في بطولة عربية وما يبقاش بحق افريقيا من 22 سنة ويبقى موسم صفري والمدرب بتاعه لسه خسران اربعة وبقى طالح شايف ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي وكمان اصخر من الفريق اللي بطل كل حاجة وربع عالم وهو ده اللي قال للميه يا رب كل ارميشوف الفقرة دي يا رب كل ارميشوف الفقرة دي هايقول للمهو انهم بدوني عدت ماس دي يا جماعة فيه كده والله بجد هو فيه كده يعني الموضوع سهل جدا وانا عايز اقول حاجة اصلا انا حاس فيه تضخيم كبير جدا يعني انا بشوف اني نادي الشرطة العراقي مفترض يعرض افر كبير قوي على ميده يقول له تعالى عم ميده احنا نفسنا تبقى انت موجود معانا ده فريز يا الشرطة العراقي ده يا جماعة لو عنده حد زي ميده وكانت قال فيه قصايد الدور العراقي الوحدة الاماراتي لا انا عايز اتكلم سالشرطة العراقي لان قصة الشرطة العراقي مختلف تماما الشرطة العراقي يا جماعة بما مرت به الكرة العراقية من عصارات ومن امور صعبة جدا الشرطة العراقي قيمته التسويقية حوالي 3 مليون يورو الفريق كله كل الفريق اقل من زيزه غرامة بوطايب غرامة بوطايب غرامة بوطايب الفلوس بتاع شيكابال اي حاجة من دول اي حاجة معدية سامسون اللي ملعبش مسلا اي حاجة ففريز الشرطة العراقي ده قيمته التسويقية لا تتجاوز التلاتة مليون يورو مع نادي النصر لحد بعد الدياء سبعين وراقل الجزاء هي اللي عدت نادي النصر منه ده بقى انت عندك مشاكل وهو لا ده قيمته التسويقية مقارنة بيك ايه فلو بالمنطق ده لا ده انت تطلع بقى تقول ملايين الشعر في الشرطة العراق عشان كده التقويم يا جماعة ده هو ده هو ده هو ده اللي انا طالع في اعلام غير فئوي اتكلم في انحياز انحياز ضد النادي الاهلي وانحياز لصالح الزمالة والمشاهد يا جماعة بيفهم زمان كان بعض الاعلامين عندهم اجندات ممكن تمرعوا لا المشاهد دلوقتي بيفهم قاعد وهو انت بتتكلم عارف انت بتتكلم الكلمة دي ليه ورايحة فينا عشان كده الناس دي فقدت مصداقيتها ولكن بين كل الاصوات اللي كان فيها مبلغة وصخب انا مش فاهمه ومحاولة صنع اي بطولة في رغيف كان فيه كابتن شوبير بيتكلم بصوت الحكمة والعقل والتقييم الموضوعي اللي ما اعتقدش حد عقل ممكن يختلف عليه نشوف كابتن شوبير قال ايه فليه انت راكب المباراة بلغة كرة القدم وانت قارب للفوز وبعدين خلاص بقى فضلنا تلت دقائق على نهاية المباراة الراجل جاي الاكستيليس ده لوحده من الشمال وعليه هجوم شديد جدا في السعودية جاي بينه ليه وقصته ايه لوحده ويرفع وكريستيانه لوحده وبدماغه هدف فيه يا جماعة ده انت تلت دقائق وكان فيه خمس دقائق وقت بدل ضايع تبقى موجود في الدور اللي بعديه في البطولة العربية عندك تاريخ بتكتبه وعندك شرف بتوصله وعندك نتيجة بتعملها وعندك جماهير بتصالحها انا حفضل بقى في قصة انه الفخر وانه الشرف وازمالك قدم مباراة كويسة وازمالك اجمالا قدم بطولة كويسة لكن المجموع ازمالك خرج من دور المجموعات يا جماعة المجموع ازمالك خرج من دور المجموعات وكان قريبا جدا انه تآهل يعني الامر مش بعيد ان انت تتآهل وانا هفضل انا ما تعدلتش مع ريا المدريد مع كل احترام النادي النصر انا ما تعدلتش مع منشستر سيتي انا ما تعدلتش مع منشستر الناتد او برشلونة انا تعدلت مع نادي النصر السعودي اللي هو تاني الدوري في السعودية ماتش قريب والتأهل قريب جدا حاجة في صراحة عاكن كابتن شوبير اتكلم بكل بساطة قال خروج تالت مجموعة في البطولة العربية خروج فان انت تشوف ان الزمالك قدم بطولة جيدة فده انا بقولك اه الزمالك مقارنة بمستوى مقارنة بالفرق دي قدم بطولة جيدة ولكن يا جماعة هي مش بطولة ده مش بطولة لما شوف الناس بتروح في اعلام الزمالك لفكرة اصل ابدأ بقى خد البطولة العربية ومقارنتها في دولة ابطال افريقيا انت بتجيب جنف نفسك انت بتعمل ايه انت بتقول ايه انت وقت بالك من اللي بتقوله انت طلعت تالت مجموعة في البطولة العربية وخرجت منها وعندا في النادي الاهلي وعشان تعمل ده من انجاز وتعمل ده بطولة فتيجي تفضل تقول ان ده اقوى من دوري ابطال افريقيا وان تالت مجموعة في بطولة العربية اقوى من بطل دوري ابطال افريقيا طب دوري ابطال افريقيا الضعيف ده انت ليه بتخرج منه من دور المجموعة تلت سنين عالتوالي لو مش كده بس دوري ابطال افريقيا تلت مجموعة برده طبعا دوري ابطال افريقيا الضعيف ده انت ليه من 22 سنة ماتتخدوش فجماعة اللي انتو بتقولوه ده والله كارثي اليس منكم رجل رشيد يفكر الكلمة اللي بتتقال دي طلع فين ومعناها ايه ان انا ناجي عشان طلعت تالت في البطولة العربية تالت مجموعة مش تالت بطولة وما اخدتش ميدالية وما حققتش لقب عشان اعمل بطولة وهمية وعشان اعمل انجاز وهمي اروح اقلل من دوري ابطال افريقيا وقول اسي دي بطولة ضعيفة انت لو بدوري ابطال افريقيا بطولة ضعيفة فانت من اضعف الفرق في البطولة الضعيفة شيء مهين لو انت بتقولو شيء مهين لو انت بتقولو لو انت بتدركو بتفكر في الكلمة اللي طالعة هتعرف ان ده بيسيء لك مش للنادي الاهلي. لو انت بتفترض ان دي بطولة ضعيفة فالنادي الاهلي بطالها فهي البطولة الضعيفة دي انت تالت مجموعة فيها وانت تلت سنين بتخرج من دور المجموعات. يا جماعة انتو محتاجين تفكروا انتو بتقولوا ايه. وانا بقول انت عايز تعتبر بطولتك في لاعب بدي للتيشرت مع رونالدو انت حر. عايز تعتبر بطولتك في انك طلعت تالت مجموعة في البطولة العربية انت حر. عايز تعتبر بطولتك في كاس الكرامة برضو انت حر. انما ما تقللش من بطولات النادي الاهلي. لان الوضع صعب. والفوارق كبيرة. انا كان فيه يوم من الايام لعبة بايران ميونيخ في كاس العام للاندية. مولر وليفاندوفسكي وبقية اللاعبة بتسجل فيديوهات مشتركة مع لعبة النادي الاهلي. وبيقولوا جمهوره ده حماية والنادي الاهلي فوق الجميع. وبالنسبة لي ده مش لقب. انا اللقب عندي ان رجعت بميداليا. رجعت ابتالت عالم في البطولة دي. من اللقب عندي ان بطل دوري ابطال افريقيا السنادي. البطل عندي ان بطل الدوري. بطل السوبر على حسابك. بطل السوبر على حساب بيرامدز. بطل الكاس هي دي بطولاتي. فانت عايز بطولاتك تشيرت ولقطة وزوريو زق مايك قناة النادي الاهلي. كل ده انت حر فيه. انما اقعد قارن ببطولاتي. لان الفرق كبير وكبير جدا. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحراتكم من جديد. ولسه مستمرين معاكم في الاهلي خط احمر. بدأنا لكم الحلقة اقولنا لكم لو انتم عايزين تشوفوا الفرق اللي ممكن يحصل لها مجملات. خلوكم معنا واستمروا معنا وانتو هتعرفوا يعني ايه مجملات ويعني ايه مفيش تكافؤ فرص ما بين الاندية في مجاملة فريق على حساب فريق اخر. وتكلمنا بشكل واضح قبل كده عن دكتور اهاب الكومي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لقرات القدم. وطلع قبل كده اولنا كلام ما قلناهوش. وبدأ يكلمنا في انه منفصل بشكل واضح كاعلامي عن عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لقرات القدم. والكلام ده الحقيقة هو بنفسه في خلال الفقرة دي. هيجاوب عليه ويوضح لك قد ايه مفيش اي انقصام ولا فيه اي انفصال. حتى لو هو حاب يسوى للفكرة دي. هو نفسه وقع في هذه المغلطة خلال هذه الفقرة. احنا عندنا ازمة مع تضرب المصالح. عندنا ازمة من بعض الاعضاء اتحاد كرة القدم اللي بيتناسوا انه هم في منصب مسئولية ويطلعوا ينتقدوا ويعبروا عن اراءهم. لان ده بيتنافى مع مفهوم الادارة. عشان كده انا بالنسبالي بستغرب للبعض اللي بقولك بص على الدور السعودي وشوف احنا فين. اه احنا متاخرين. بس انا ليه ابص على الدور السعودي اللي فيه ضغق كمية اموال انت مش هتقدر عليها كميزانية اندية. الحقيقة يعني. مش هينفع تجيب ناس بمتين مليون يورو في السنة. والكلام ده كله. انا هقولك بص على الاتحاد المصري لقرة اليد. هقولك بص عن بزر الدكتور حسن مصطفى. خريج مدرسة النادي الاهلي الادارية. شخص مصري. وهقولك اتحاد القرى انت مصري. بيعمل في نفس الظروف. ليه منتخب اليد بيوصل لنصف النهاية في بطولة العالم. وانت بتصل بالكاد لكأس العالم كل تلاتين سنة مرة. هقولك بص على التجربة دي. هقولك بص يعني ايه. خريج مدرسة ادارة النادي الاهلي. لما بيتولى منصب المسئولية. عشان كده. انا عندي ازمة كبيرة جدا. مع اعضاء اتحاد كرة القدم المصري. اللي بيتناسوا فكرة انه هو مسئول. لما بيبقى قدام الشاشة. تعالوا نشوف. الدكتور هاب الكومي. قال ايه. عن صورة فيك. لمحمود عبد المنعم كهربة. لاعب النادي الاهلي. عشان عندنا تعقيب مهم جدا. في فقرة مهمة جدا جدا. الامر التاني اللي قبل منقل في النقطة دي. كهربة واحد من نجوم مصر. واحد من مواهب القروية اللي موجود. واحد من نجوم منتخب مصر لقرة القدم. اتمنى ان احنا في الامور اللي زي دي نهدى. نهدى. في عقومة من الاتحاد الدولي معك اجراءاتك القانونية بتاخدها تماما. وزي ما يقرر الاتحاد الدولي. قال بعد سنة بعد شهرين ندفع. ارجو ان احنا نبعد عن السوشيال ميديا. عشان كده انا كنت مع قرار كابتنى خالد بيبو بالامس لعودة الانضباط. لانا اتوقف عن السوشيال ميديا. لان انا مش عاوز اعمل فتنة. ما بين اكبر ناديين في مصر وفي الوطن العربي. سواء الاهلي او الزمالك. زي ما انا اتكلمت في عقوبات لجنة المسابقات اللي صدرت في المرات الاهلي والمصر. قلت لانا يعني المنظر المسيء مع اتشارة النادي الاهلي. قلت نرفض ذلك تماما. لان انا مع عودة الوقام الى جماهير النادي المصري والجماهير النادي الاهلي والاسماعيلي والجماهير والزمالك. كل جماهير الاندال كبرى. ده اللي احنا بننتظره. ان يبقى عندنا حالة من الاخلاقيات في المدرجات زي ما كانت موجودة زمان. كل واحد يشجح فرقته. بقى هزيجه. بقى غنيه. اللعبة مع بعضها. حالة من الوقام. حالة من الصداقات. زي ما بنشوف خارج المستطيل الاخضر. فانا دايما شخصيا اقف ضد اي سلوك خارج عن اطار الروح الرياضية. فانا نفسي كهرباء في الملعب. ركز مع فريتك زي ما انت مركز وتقدم اداء اكثر من رائع. واصبح اعتماد كل رأيك بصفة رئيسية في الاهلي. وكمان مستر فيتوريا مع متخب مصر لك دور رئيسي جدا 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 في الوقت. لكن الصورة اللي احنا شفناها النهاردة. يعني والمعنى في بطن الشاعر زي ما بنقول بصورة كهرباء النهاردة من خلال السوشال مادية. لا. لا 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 لا. الصورة دي انت نجم كبير. ولعبت في نادي الزمالك وموجود في النادي الاهلي. تفتخر ان انت يعني مثلت القطبين الكبيرين في مصر وفي الوطن العرب. وانت لعب كبير. زي ما انت لعب كبير داخل موساطر الاخضر. اتمنى اتمنى ان السلوكيات ايضا تكون على قدر المسئولية. لان انت واحد من النجوم اللي مصر بتعتمد عليه. اتمنى من دكتور اهاب الكومي. هو بيشوف الفقرة دي. يشوف احنا بنخاطب مين. وبنناقش الفكرة. ولا بنناقش الدكتور اهاب الكومي. لان الحقيقة الفقرة اللي عملناها قبل كده. وكنا معانا كل الحق والموضوعية. هو خدها بشكل مختلف تماما تماما. هنا انا هاخد من كلام الدكتور اهاب الكومي نفسه. هو بيقول انا شخصيا بقف ضد اي سلوك خارج عن النص او عن الروح الرياضية. وجاب صورة مفابركة لمحمود عبد المنعم كهرباء. وقال لأ انت كده بتعمل فتنة ما بين اكبر ناديين في الوطن العربي. الاهلي والزمالك. بغض النظر عن فكرة اكبر ناديين من عدمه. خليني اروح لمصطلح الفتنة. ومصطلح ان الدكتور اهاب شخصيا بيقف ضد اي سلوك خارج عن الروح الرياضية. هل سمعت لدكتور اهاب الكومي. وقت ما كان بيتم اهانة رئيس لجنة الحكام كلاتنبرج في شرفه وفي زمته في احد القنوات الرياضية المصرية. سمعت انه وقف ضد اللي اهانه رئيس لجنة الحكام كلاتنبرج. وشفت ليه موقف قوي كعضو اتحاد كرة القدم او كشخص موجود ومنوت بي العمل في الاعلام الرياضي. اتمنى يقول لنا هو رد على القصة دي ولا? اتمنى يقول لنا هو رد وكاذب كلاتنبرج لما قال لما روحت لعضاء اتحاد كرة القدم المصري. قالوا لي دي مشكلة مش هنعرف نحلها لك. عندك القضاء هل شفت له موقف في القصة دي؟ طب بلاش كلاتنبرج. راجل اجنبي هل سمعت لدكتور اهاب الكومي على الاهانات اللي طالت اتحاد كرة القدم المصري والاقتحام اللي حصل لاتحاد كرة القدم المصري في يناير في تسجيل لعابين. اي موقف شخصي او اعلامي او حتى كمسؤول؟ طب هل سمعت عن ان الدكتور اهاب كان له موقف شخصي ضد من تطاول وتجاوز على قهرباء لعب النادي الاهلي قبل مباراة الاهلي والزمالك؟ هل سمعت؟ هل تحدث الدكتور اهاب الكومي اللي بيقول انا ليا دايما وبقف دايما شخصيا امام اي سلوك خارج عن الروح الرضية؟ لو في موقف واحد من لنا ذكرتهم دكتور اهاب الكومي كان له صوت واضح او حتى غير واضح او حتى صوت خافت او حتى امتعاد مما حدث من تنمر على قهرباء مما حدث من اهانة لاتحاد القرى مما حدث من اهانة الحكام بتنمر وشكلهم واجسامهم وازواجهم وزوجاتهم وكسة كبيرة جدا مما حدث على اعضاء اتحاد قرى القرى المصري اي موقف من دول لو سمعت صوت للدكتور اهاب الكومي هتقول له شابو ليك انت فعلا جيت مع كهرباء وطبقت المبدأ اللي انت مؤمن بيه وفعلا كده كهرباء كخ ما يصحش انت كده بتعمل فتنة بين الاهلي والزمالك وانا بقول لك لاحنا سمعنا ولا هو سمع ولا اصلا هو اتكلم حتى صورة كهرباء يا فارس اعتقد عندك الكلام فيها طبعا اه قبل الكلام في صورة كهرباء لان انت دورك اعلامي وانت عالشاشة انك انت تستوصق مش معقول يا جماعة فريق اعداد بالكامل وقناة وعملين فيها ومقدم برامج محدش حاول يستوصق او يوصل للحقيقة اذا كانت الصورة دي يدخل ببساطة على حساب كهرباء قبل ما يعرضها ويشوف اذا كانت موجودة قال لأ ما ينفعش انا اسف يعني صفحات بتسمي نفسها بغرز وباسماء يعني تدل على محتواها الناس تاخد منها والناس تمشي وراها لان ده مش اعلاء انا ما ينفعش اعرض حاجة على الشاشة واقول بقى قصيدة في الاخلاق وفي الادب وفي الروح الرياضية وفي ما ينبغي ان يكون والحاجة اصلا مش موجودة لان دي مشكلة كبيرة جدا ومشكلة واضحة جدا لان يا جماعة انا بحس بحاجة والحاجة دي من الحاجات اللي بتدقني جدا ان الناس بتستسهل النادي الاهلي وبتستسهل النادي الاهلي مش عشان هو ضعيف لا 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 خالص النادي الاهلي يا جماعة انا عمري ما قلت النادي الاهلي ضعيف ولا حب اقولي الكلمة دي عن النادي الاهلي بس الناس بتستسهل ان النادي الاهلي محترم وده اللي بيزعلني لان مش مفترض ان المحترم تستسهله مفترض المحترم تقدره المفترض المحترم تعمله حساب بزيادة إنما لأن سهل جدا تشوت في لعب في النادي الأهلي لأن ما فيش مسؤول في النادي الأهلي حيطلع يسئليك ما فيش هنا ناس في قناة النادي الأهلي وهي بترد عليك بحدة دلوقتي هتروح لشخصك أو تتنمر عليك أو تقول زي مسؤول أصلا حاجة اتحاد الكرة أضرب كل اللي موجودين فيه أو اتحاد الكرة دول كلهم أشخاص كذا أو اتحاد الكرة ده ما فيهوش واحد يقدر يعمل كذا للأسف الناس بتستسهل إن إحنا محترمين فيقدر أستاذ إيهاب الكومي يطلع يتكلم بالسؤولة دي قبل ما يستوسق قبل ما يسأل فريق إعداده إنتم متأكدين ولا لأ يلا لقطة وبعدين الغريب كمان نفس فكرة التأويل تعالى صورة أصلا مش موجودة ولكن الأغرب كمان إنك إنت مستنيتش تشوف لا أنا على طول هروح للجانب السلبي في لعبة أو في صورة وفصر اللي موجود فيها الرجل اللي جاب سريت حد ده أنا بقولك أصلا الصورة مش موجودة ولكن بص عارف فكرة إن إنت تبقى بتتلكك لحد بتدوله على أي حاجة يا جماعة إحنا شفنا في وقع الدنجة في نفس القناة اللي للأسف فيها ناس سواء هتحوت أو سواء إيهاب الكومي يا جماعة فيه تحس إن كهربا إحنا بنبدل عليه يعني فيه أجهزة كهربا بقى شم نفسه الحمد لله هتحوت أجهزة ومش هعدش عيش بقى حياتك يا عم كهربا وصيف بس إيهاب الكومي موجود إحنا سددين يا باشا تعال يا كهربا أجماعة أنا والله مش فاهم ليه استسهالي النادي الأهلي والله العظيم أنا عمري ما كان عندي مشكلة شخصية مع أي حد ولكن عندي مشكلة مع إحنا ليه التعامل معنا بمعيارها غريبة جدا مفيش مشكلة ممكن تغلط معايا بس غلط معا غيري مرة حتى لو أنت يا سيدي عملت حاجة من وجهة نظري غلط معايا بس لو لقيتك بتغلط مع غيري حاب أنا مرتاح ما هو أنت مثلا جيت علي في دي وجيت على فلان في دي إنما طول الوقت إحنا تعال بقى نشوف الرد بعد ما تم الإضاحة إن الصورة غير حقيقية وكالعادة يعني اللي هو تعال بقى نديهم حتة كده بعد ما قولنا وطلعنا المحاضرة بتاعت الأخلاق نديهم حتة كده إيه يهدوا بيه تعالوا نسمع إيهاب الكومي قال إيه تعقيبا على تصحيح صورة كهرباء جبنا صورة لنجم النادي الأهل ومتخب مصد كابتل محمود كهرباء الصورة دي الزملاء في الإعداد أكدوا دلوقتي أنها صورة متسوسة مش موجودة خالص في حساب كهرباء الرسمي يعني دي صورة برضو للأسف الشديد برضو المهاترات الجمهير اللي عاوزة تودينها في داهية اللي كل واحد يطلع عشان يشعل الفت كهرباء بريء تماماً من الصورة اللي موجودة قدامنا خالص خالص وده شيء جميل جداً وشيء يخلينا احنا على الهواء بعد ما قدمنا الصورة دي نعتذر ونقول لها احنا أسفين زمنا في الإعداد أكدوا أن ده صورة مغلوطة ما من الصورة الحقيقية هي دي أهوات بيس أوف مايند السلام النفسي حطها كهرباء وقعت في البحر وما فيش أي مشكلة خالص لكن الصورة الثانية مغلوطة وبنعتذر على أن احنا نزلناها من شوية إخواني إن كهرباء يعني بص يا جماعة والله العظيم القصة مش في إن الصورة عرضتها غلط ورجعت صححتها ده ده جميل وحلو وإحنا شايفين إن هو ده طبيعي إعلامياً إنك لما تعرض حاجة غلط ترجع تعتذر عنها أو تقول أنا ما كنتش قصد أو تم التأكد إن دي صورة ما كانتش حقيقية إنما المشكلة اللي قسامة بدأ بيه إن أصلاً دي مش معاييرك طول الوقت أنت يا جماعة شفت وقع الدونجة وزيزو ما تكلمتش فيها أنت شفت وقع كتير جداً اتعرضت لها بشكل مباشر وما كانش رد فعلك ده فيا جماعة أرجوكم استسهال النادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي الإعلامية واستسهال لعب النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي نتيجة تحترامهم مش ضعفهم لإن أنا بؤكد والله العظيم لإعلام النادي الأهلي ضعيف واللي بقولك كده بيتحك عليك إعلام النادي الأهلي قوي جداً ولما بيرد بيرد والرد بيوصل والرد بيوجع وإدارة النادي الأهلي لما بتاخد المواقف محدش بيقدر يواجهها بس إحنا محترمين فأنت بتتعامل بأخلاقك ما تستغلش إن أنا محترم وتفضل تضغط علي تضغط علي عشان لما أبدأ أتكلم أنت تكون وصلتني كده أتمنى إن الأمور يكون فيها مصطرة واحدة لكل التعامل مع المواقف بخلاف الألوان وتمنى تاني تأكيد على دكتور إهاب عشان تكون الأمور واضحة بالنسباله لو أنت طلعت كان ليك موقف ضد خروج رئيس نادي عن النص مع أعضاء اتحاد فرد القدر المصري قل لنا لو ليك موقف مع خروج برنامج رياضي بقناة كاملة على رئيس لجنة الحكام قل لنا لو ليك موقف ضد التنمر على التحكيم قل لنا لكن الحقيقة أنت بيكون ليك موقف بعدما كل البزاءات والإساءات اللي بتصدر بيتم انتهاء وكمان بتدعم ده بروح رياضية عالية جدا زي ما هنشوف في الفيديو ده من الأمور الطيبة في الجلسة اللي كانت موجودة النهاردة يعني الحالة الوفاق اللي حصلت ما بين المستشار مرتل المنصور وما بين كابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك النهاردة كنت ساعد جدا بين اللغة اللي موجود ما بين الكابتن حازم وبين المستشار مرتل تماما وزيل تماما وزيل تماما من خلال تفاهم المواقف المختلفة مع التأكيد مرة تانية أن الاتحاد المصري لا يفرد بقولها لكم أهوت في أي مدينية عند أي نادي لشان بس ما نقولش لا لا يفرد اطلاق الكل سواسية لكن أن يكون عندي شايل من فلان وصل لموقفه والأمور تعود إلى مجارية لأنه أنا عاوز زي ما قلت لحضراتكم لو في موقف في النادي الأهل لا النادي الأهل إداريا بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب بص مبدأينا دكتور إهاب عشان تقول أنا منفصل كألامي عن اتحاد كرة القدم حضرتك أنت اللي بتقول دلوقتي في الفيديو ده الاتحاد المصري لا يفرد في حقوقه لدى أي نادي والحقيقة لا ده فيه تفريط وإفراط لأن الماديونية لما بتتأخر وبتتجدول لا ده خسارة للاتحاد المصري للكرة القدم وده كمان مفهوش تكافؤ فرص مع الأندية الأخرى ده رقم واحد رقم اتنين أنا بقولك بمنطقة الوضوح الحاجة الكويسة في نادي الزمالك انت جد عرضته وقلت أنا عجبني جدا حالة الوقام اللي حصلت بين عضو مجلس إدارة و مسؤول في نادي الزمالك في وقت ما وتكلمت بوضوح ان ده الشيء الجميل والإيجابي طب عند النادي الأهلي بتروح للفتنة واللعب اللي حطت الصورة ده بيعمل فتنة بين لعبين كبار هتقول ان احنا متجنيين عليك يا دكتور أهاب هنقولك لقى القصة باختصار شديد ان عندنا من الوقائة والفيديوهات والأحداث اللي انت ذكرتها وطرحتها في اسبوع واحد فقط لغير اعلاميا بتقول ان لأ في محاباة او في انحياز تجاه نادي ضد نادي اخر او بتحاول تجيب الاجابة عند نادي اخر وبتبدأ تقول السلبي عند النادي الأهلي مع الاجابة احنا عايزين انك تقول السلبي والاجابة هنا وهنا وتقول السلبي والاجابة هنا وهنا وعايزينك ترد على الاسئلة اللي احنا بنترحها بمنتال هدوء هل كان لك مواقف اخرى سابقة على مواقف صورة كهرباء المفابركة ايه الاجابة عندك عايزين بقى تشوفوا التناقض في التعامل مع الكلام وليه بقول لكم الناس بتستسهل المحترم تعالوا شوفوا وسط الاهانات والتطاول والاساءة من منظومة اعلامية او من اعلام منافسية والاساءة من رئيس نادي وكل انواع الضغط وكل انواع الهجوم كان بيبقى التعقيب ايه عارف اقولك ايه عارف الناس بتفكر ازاي ابعن عن الشر وغنيل اصلحنا لو طلعنا ردنا على الناس بتاعة النادي الاهلي دي وطلعنا اتكلمنا معاهم يا عم دي ناس محترمين يوم ما يردوا علينا هيكلمونا بشكل محترم فانا اقدر اعمل ايه افتح سدري طب تعالى بقى الناس التانية لا ده انا حيتقل لأهلك وهيتقل انت كنت بتعمل وسنة اتنين وعشرين انت كنت مش عارف فين وسنة اربعة وثلاثين انت كنت بتعمل ايه ومش عارف ابن خالد عم اه ابو مش عارف مين في سنة حصله ايه فبلاش اعمل نفسك من السامة بنفس منطق كابتن طارق يحيا ايه عديها فعشان كده دعالوا نشوف لما كنا بنناقش قضايا بشكل موضوعي ونرد على الاستاذ ايهاب الكومي بشكل موضوعي كان بيبقى ردوا على اي اختلاف حتى بيبقى بشكل عامل ازاي وهل كان بيتقبل ولا لأ احنا ما عدناش عارفين نتكلم ولا ما نتكلمش نقول ولا ما نقولش هقولها وامري الى الله انا طالما موجود هنا بافصل ما بين وجودي داخل اتحاد المثل وكرة القدم وبين وجودي كمقدم للبرنامج لسنوات عديدة يعني رأيي اللي بقوله هنا بيبقى رأيي الخاص بي انا داخل البرنامج اللي انا بشرب بتقديمه على مدار سنوات عديدة بقول كده لي لان انا الاسبوع اللي فات في مبارات الداخلية والزمالك قلت ان الهدف اللي احرزته الداخلية تسلل في بعض الحكام قالوا تسلل والبعض الاخر قالك مش تسلل بعد كده والاتحاد المصري مع كلاتنبرج قال ان الكرة هدف صحيح ومش تسلل لكن انا قلت رأيي بعد نهاية المباراة كبرنامج مش قاعدوا الاتحاد المصري لو كرة القدم يعني مش عاوز اقول لحضراتكم استغل هذا التصريح وهذا الكلام اللي انا قلته استغلال للأسف الشديد سيء للغاية حملات للتشويه وتقطيع وشتايم زي ما حضرتك تقول قول وانا مش عارب حالة الانفلات اللي احنا وصلنا لها حتودينا لغاية فيه وللأسف الشديد ممكن ان انا اغفر لي المشجع العادي اللي ممكن الحمس يغضو لكن لما تبقى زميل واعلامي وعارف اصول الشغلة ايه وتطلع تتكلم كده لا لا ماينفحشي ماقدرش اللي انا اسئلك ان انت في الاول وفي الاخر زميل اعلامي ما هو ده كان اختلاف على لعبة استاذ ايابك كومي قال ان اجمع خبراء التحكيم فيها ان الزمالك زلمة فيها وجبنا اراء خبراء التحكيم ان ده مش حاصل خالص ده اغلبية خبراء التحكيم كان رأيهم ان لا اللعبة مش مستحقة لنادي الزمالك وكان الرد بكل هدو هنا الناس ما تتقبلش هنا بناخد شعرات ومصطلحات زي فتنة زي اساءة زي كذا مع ان ما فيش كلمة تطاول واحد على الجانب الاخر وصد الاساءات وصد الاهانات وصد التجاوزات الناس بتغمي عنيها بمبدأ ايه ابعد عن الشر وغنيله يمكن عشان الامانة برضو يا فارس انا قابلت الدكتور اهاب الكومي بعد الحلقة دي والحقيقة حصل اعتاب بيننا وكلمته بوضوح قلت له احنا عمرنا من نتجاوز في حق احد فقال ما هون تردكم ده خلى الجماهير تتجاوز طب ما انت قلت في الفيديو انا ممكن اتقبل من الجماهير اي اساءات لانها جماهير لكن شخص اعلامي وزميل اعلامي يتعرض لاساءة احنا لا نتعرض لاساءة على الاطلاق لا الجماهير ولا الغير جماهير كل ما هنالك ان احنا بنوضح وبنترح اسئلة وما زلنا يا دكتور اهاب بنترح اسئلة مواقفك ايه اللي خدتها تجاه التجاوزات اللي صدرت من اندية اخرى مواقفك ايه يا دكتور اهاب واحنا بنقولك ان فيه خلط واضح ما بين دورك اعلامي ودورك عضو اتحاد كرة القدم المصري انت بتقول مفيش خلط طب تعال بقى من نفس الحلقة اسمع الفيديو ده واعرف قد ايه ان حصل تناقض وحصل اختلاط ما بين دورك اعلامي ودورك عضو اتحاد كرة القدم مصري واللي كنت بتدافع عنه وانت اعلامي بتقول لا تفريد في حق الاتحاد المصري لكرة القدم تراجعت عنه مع اتحاد اخر بين طالبكم تحاولوا تتعلموا من اتحاد كرة اليد نشوف تصريح او فيديو لعمر صلاح حضو اتحاد كرة اليد مع دكتور اهاب الكون رجع مع حضرتك ايضا لقضية نادي الزمالك وطبعا قرار الاتحاد الولي بلايش يا دكتور اهاب اللي تم اختاره الموضوع ده المشكلة نادي الزمالك وفي مشكلة مع مدارب اجنبي في مستحقاته المتأخرة وفي مشكلة مع العيب اجنبي في مستحقاته المتأخرة وللأسف الشديد ان هم الاتنين مقدنين ثلاث شكاوي شكوى في الاتحاد المصري وشكوى في الاتحاد الدولي وشكوى في صفارتهم كل واحد يعني في صفارة اسبانيا وصفارة الارجندي المديونات في حدود كاما كابتن؟ لا رقم كبير جدا رقم كبير يعني اعتقد المدارب الاجنبي دي تقريبا 80-90 ألف يورو العيبي الاجنبي شرحه معرفش العيبة قد ايه العيبة كان مقدمين شكوى جماعية وفي ناس تنازلت ومشيت وفسخة عودها وفي ناس هما جددونهم وفي ناس لسه ما دفعوا لهمش فلوسهم وانا لايه الاتحاد لايه زي ما قلت حقيق رسوم الاشتراك عن السنة اللي فاتت وحاجات كده خلينا عن الاتحاد ممكن تعمل زي اتحاد القرى تعمل جدولة زي مع كل الاندية نغشش بعد ولله هقول لحضرتك على حاجة هقول لحضرتك موضوع الجدولة ده يمكن حضرتك تقدر تعمله في الاتحاد القرى لأن انتو عندكو عقود رعاية كبيرة ما هياش قليلة ولكن حضرتك لازم تبقى عارف برضو ان المبالغ مش زي القرى فأنا كمان مش هقدر ان انا اصرف على الاندية يعني انا كمان يعني انا ما يفعش يبقى كل الاندية معادة نديين دفعين كل مستحقات اللي عليهم وفي الاخر ايجي هقولها جدول لحد يبقى انا كده مش خير ومش واقف على نفس الناس انا معاك لازم نقف على مسافة واحدة انا معاك لازم نقف على مسافة واحدة يبقى كبتن عمر التسعين الف في حدود تسعين الف يورو بالنسبة ليه المدارب تسعين الف يورو ايدا للعب الاجنبي يعني في حدود كده يعني مية وتبانين الف وعندنا عدد من اللاعبين الى جانب مستحقات الالتحاق احنا معديين الكلام ده معدي لعشرة مليون انا عدي لعشرة مليون في الحوض بحبة حلوين بحبة حلوين الفيديو ده بيأكد كلامي وبقول انا مش عايزة قارن بدور سعودي ولا عايزة قارن بأي دوري في ضخة اموال انا عايزة قارن بين ادارة وادارة وولتلكم اتحاد كرة اليد بنقول منتخب كرة اليد بيوصل ازاي لنصف النهائي ومن السبع العظماء في العالم ودول مصريين واحنا مصريين في كرة القدم كل ده مصريين لكن الفكرة ايه ان ارجوك يا دكتور اهاب بلاش تغشش لان فكرة تعال نغشش بعض دي هل دي بتصدر من اعلامي لعضو اتحاد كرة اليد ولا بتصدر من عضو اتحاد كرة قدم لعضو اتحاد كرة قدم الاجابة عندك الاجابة واضحة تعال نغشش بعض ليه ما تجدولوش زي ما احنا عملنا الرد الاول سيبك من قصة الامور المالية اللي عند اتحاد كرة القدم والامور المالية اللي عند اتحاد كرة اليد لكن لب القضية اللي قاله الاستاذ عمر صلاح اللي بحيي عليه قالك ما ينفعش جدول لتنين اندية فقط لغير وانا عندي بقى الاندية كلها دافع مستحقاتهم انا كده مش واقف على مسافة واحدة من جامعة الاندية قاله ايه بقى دكتور اهاب الكومي اللي مجدول لنادي الزمالك قاله صح ده مش فير وانا متفق معاك طب قول لي يا دكتور اهاب خليك قاعد مكاني كده وبتسمع نفسك مرة بتقول احنا لانه فرد في حق الاتحاد وانت بتجدول ما يقارب خمسة وستين مليون وفي نفس الوقت بتقول لاتحاد كرة اليد وعضو اتحاد كرة اليد وانت بتغششه والحمد لله انه ما خدش التخشيش بتاع حضرتك عشان يفضل يستمر فريق كرة اليد وانجازات كرة اليد على المستوى القري والعالمي وبتقول الكلام ده وبتقول انا معاك فعلا كده مش هنبقى فير ومش هنبقى على مسافة واحدة من كل الاندية يعني قل لي قل لي بالله عليك هل ده طبيعي من عضو اتحاد كرة قدم مصري طب هل طبيعي عضو اتحاد كرة القدم مصري يطلع يناشد وزير الشباب والرياضة ويقول له ارجوك تدخل لحل مشكلة نادي الزمالك يعني هو فيه كده طب خليها حتى في المكاتبات الخاصة ما تخليهاش علانية كده لان المفترض اللي بيحصل ده هو ده المجاملة بعينها انا دلوقتي كنادي اهلي بيتم عقابي ان انا بدفع ليه لان انا بدفع من الفلوس اللي معايا فممكن اتعطل في صفقات طب سيبك من النادي الاهلي النادي الاهلي عنده يعني قدرة مالية وقدرة شرائية ويقدر يعمل ده عنده اخرى في وسط الجدول تعمل ايه لو انا عليها مثلا عشرة مليون وانا جاي في يناير بتقول لي انا مش هييد لك اي صفقة اللي ما تدفع العشرة مليون عليك وانا مش معايا اصلا جير ثلاثة مليون هروح اشتري ولا هروح اصدد لاتحاد قرة القدم ما انت بتقول لي سدد طب لما انا سدد ايه اللي بيحصل انا تعرضت دلوقتي ان انا حرمت من اني اتدخل فيه سوق الصفقات واشتري ودعم فرقتي على المقابل اللي بيحصل لنادي الزمالك اشتري ودعم وتعالى وكله عن نوتا وانغشش بعض وفوت علينا بكرة يا سيد فبتيجي تحصل وتطلع تقول يا جماعة ما ولازم يكون فيه شركة راية لازم يحصل مؤامات لا ما ينفعش ما ينفعش يا دكتور اهاب عضو اتحاد قرة قدم مصر يقول بتحصل مؤامات اسمها مجاملات انت رديت بنفسك مع الاستاذ عضو اتحاد قرة القدم اليد الاستاذ عمر صلاح والحمد لله ونصيحة لاتحاد قرة اليد لا تسمعوا غش من اتحاد قرة القدم ولا غش من اتحاد القرى الطائرة لان الاتنين هيوصلوكم ان انتو مش هتبقوا على مسافة واحدة من كل الاندية وبالتالي هتغوصوا في الفشل ورا الفشل ورا الفشل عارف يا عسامة المشكلة فين مشكلة ان الناس هتطلع تزعل قوي من الناس اللي بتهاجم منظومة الكرة القدم المصرية ومن الدور المصري واستاذ اهاب الكومي وغيره وحيطلعوا النهاردة وبكرة وبعده يرد عليهم وقديه احنا الدور قوي وقديه الاندية وقديه كل حاجة وحيتجهلوا الكلام اللي هم بيقولوا ده لان انا بشوف ان لما تعدي سنوات هيفضل فيديو بسيط زي ده حجة على كتير جدا من المجاملات حجة على فكرة ان ااجي اقول اقول لاتحاد لعبة تاني احنا في اتحاد كرة القدم بنبوز فوانا بتعالى بوز زينا احنا في اتحاد كرة القدم مش فير فخليك مش فير زينا احنا في اتحاد كرة القدم مش عادلين بين كل الاندية في قواعد اللعب المالي وبينه جامل نادي الزمالك فجامله زينا احنا كاتحاد كرة بنجدول لنادي الزمالك ديون دفعها النادي الاهلي وغيره من الاندية من سنتين ثلاثة فاعمل زينا فبالتالي الراجل بيقوله اللي انت بتعمله ده غلط على فكرة هو أحرجك هو قالك اللي انت بتعمله ده غلط واعتقد لو انت فهمت ما بين السطور هتعرف ان انتو كالتحاد كورة بتعمله حاجة صعبة جدا ومشكلة كبيرة جدا ولكن تعالوا نسمع اللي احنا بنقوله ده في أرقاوه تعالوا نشوف كلام أحمد حسان ميدو عن مدينة نادي الزمالك لان ده عمر خطير جدا واكيد يستدعي التعقيم نشوف قالي الزمالك عشان يقيد العيبة جداد لازم يدفع 110 مليون جنيه احسبوا بل وراء والقلم 55 مليون جنيه لابتحاد الكورة لا 110 بالزبط مليون 750 الف دلار اللي هم حوالي 55 مليون جنيه سبورتك لشبونة ولا بطاية لا لا بطاية كل ده من الوقتي كل ده لسه ده عمقولك في الوقتي عشان يقيد لازم يدفع 55 مليون جنيه لاتحاد الكورة 15 مليون في البروتوكول و40 مليون جنيه رسوم بتاعة قيد العيبة ومليون 750 الف دلار اللي هم حوالي 55 مليون جنيه بعد المية وعشرة تبتدي تتكلم بقى ان انت تجيب العيب الكلام ده خطير جدا عايزك كده تركز معايا وتركز في الكلام والتفاصيل اللي حولها لك ميدو لما جا تكلم على حاجة في النادي الاهلي مؤخرا قالك اصلا عندي مصادر جوه النادي الاهلي هنا بقى ميدو بيتكلم مش من مصادره جوه نادي الزمالك هنا ميدو بيتكلم كواحد كان جوه مطبق نادي الزمالك وجاء قال انا اكتشفت حجم الديون ميدو هنا بيتكلم بالارقاء قالك 40 مليون رسوم كده و15 مليون للبروتوكول هو بيتكلم عن مستحقات الفار وغيره انت هنا بتتكلم لا بيتكلم عن جدولة ال 60 مليون السابق عن جدولة ال 60 مليون معا في كل بطرة قليل هنا انت بتتكلم ايه في 55 مليون ميدو بيتكلم فيهم بالارقاء طب على لسان رئيس نادي الزمالك طلع قال ايه قال انا دفعت 30 مليون هو اللي ايه قال انا دفعت 30 مليون طب فين ال 15 فين ال 15 ايه فين ال 25 مليون التانيين فين ال 25 مليون التانيين وعشان كده يا جماعة اللي بيحصل ده في منتغى الخطورة السبب اللي بيحصل ده في منتغى الخطورة بسبب احنا بيتبع لنا بيع غلط اعلاميا اعلام الزمالك بياخدك لحتة تانية خالص وهي فكرة الرعاية وفرق الرعاية وإن نادي الزمالك مظلوم فحاجة هي مش منحة أنا نفسي حد يكلم الناس دول يا جماعة بالعقل وإحنا هنا بنتكلم أنا قلت عايز حد عاقل يرد علي فالرعاية دي منحة هي الوزارة ولا الدولة ولا اتحاد الكورة بيدي منحة للأنديها لا علاقة بالرعاية لأي مؤسسة تابعة ولا أي اتحاد ولا أي شيء رسمي هو اللي بيدي حاجة ليه علاقة بالرعاية الرعاية ده قطاع خاص ده استثمار ده شركات عملاقة بتعمل حاجة اسمها P&L شوف المكسب ايه والخسارة ايه وشوف الراجل ده هيجيب لي كاب فهي مش منحة مش منحة من وزارة ولا منحة من حد عشان تجي تلومني يا عم روح انت للشركات الخاصة دي قنع عن انت تستحق أربعين كمسين ستين مليار انت حر أنا مالي انما ما تجيش تقول لي عدم مساواة أنا مالي إيه علاقتي روح اقنع الناس بجودة المنتج بتاعك فانت بتيجي تقول لي رعاية انما بقى تعالى ايه اللي انت بتتجامل فيه لانه هو بقى ده اللي مش ده اللي منحة انا وانت وضعين ايه قصاد اتحاد كورة انا مش مفترك كنادي اهلي اتعاقب عشان انا ملتزم ويبقى انت لك مديونيات مش من حقك ان انا اتعاقب عشان انا ملتزم مش هتعاقب ان كابتن حازم يتقلوا القيد وانه هو ساعد في القيد ويتشكر مش هتعاقب كنادي اهلي ان انا بدفع مديونياتي فانت كنادي ازا مالك تستفيد بخمسة عشين مليون ولا تلاتين مليون تقدر توظفهم في حاجة تانية فاعتقد ده اللي منحة بجد وده اللي قائم على غياب عدلة بجد وده اللي انت بتتجامل فيه بجد بس بتاخدني لايه بص العصفورة بص الرعاية فالنادي الاهلي لو فيه حد بيتجامل مش هيكون هو وباللسان المسئولين نادي الاهلي ما فيش حد عشانه بيقول طب والنا بعملوا للنادي الاهلي زي ما احنا بنعمل ويتقالوا ان ده مش فير واللي حصل في كرة القدم ايضا حصل في كرة الطائرة عشان كده بقول لهم ما يغشوش من الكرة الطائرة لان الاستاذ ياسر امر ايضا اتكلم عن مديونية تفوق الـ 12 مليون جنيه معظمها عند نادي الزمالك والاهم كمان ان الاستاذ وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة تحدث بوضوحة انه بياخد كل المقابل المالي قبل ما مربط لعب باستثناء نادي الزمالك فقط لغير ويجي البعض يتحدث عن مجاملة النادي الاهلي امر سخيف جدا وامر صعب جدا والحقائق والوقائق بتقول ان من حق عندها كتير شعبية تغار مما يحدث لنادي الزمالك من استثناء تلو استثناء تلو استثناء هو السؤال هنا ليه دايما كلمت باستثناء بتلاقي جنبها اسم نادي الزمالك اعتقد لو سمعت تصرحات رئيس هيئة الاستاد لو سمعت تصرحات اتحاد الكورة لو سمعت كتير جدا من التصرحات هتعرف ان اللي بياخد الاستثناء هو دايما اللي بياخد شيء مش من حقه ثم يرميج بفزاعة عدم المساواة واصلانا مظلوم لانه هو لو واجه الحقيقة هيعرف ان الفشل من عنده هو والنجاح دائما كتب بخط احمر وهو لون تي شر وشعار النادي الاهلي ويظل النادي الاهلي خط اشتركوا في القناة